ستاد الحياة برنامج أسبوعي نتناوله فيه أخبار الملعب وجديد عالم الرياضة أخبار الشبيبة والربطة الثانية والأولى نتائج الدورية المحلية والبطلة العالمية وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الإختصاصات هذا الكل في ستاد الحياة عيش السبار في ستاد الحياة استمعينا الكرام منزلنا مواصلين معكم حتى للستة متى العشية في برنامج ستاد الحياة كما أشرت منذ قليل بالنسبة لأهم المحاور باش نحكيه اليوم في عدة أجزاء خاصة لمح على اليوم الوطني لرياضة المشي من تنظيم منذ بيت الشباب والرياضة خاصة أن وزارة الشباب والرياضة لنظمتها في القائرة وقد ساهمت كذلك جمعية فسقية الأغالبة للرياضة للجميع في تأثيث نشاط رياضة المشي والبولينغ داخل فضاء الفسقي بالإضافة إلى الحملات التوعوية والتحسيسية التي شهدت اليوم وكانت دخلت معنا منذ قليل في النشرة الرياضية رئيس جمعية فسقية الأغالبة رياضة للجميع مادم لمية الجبسي جبسي فتاحية وشكر خاص للإدارة الجهوية للصحة والأمن والحماية المدنية والبلدية والطراث بالإضافة إلى المجتمع المدني اللي نشحوا هذه التظاهرة اللي اليوم تقريبا على 24 ولاية رياضة للجميع حاجة به يا برشا أنه كل الفئات العمورية تمارس هذا النشاط الرياضي بالنسبة لليوم الوطني لرياضة المشي إن شاء الله ما تكونش يوم فقط إن شاء الله تكون كل يوم أنشطة رياضية وممارسة النشاط الرياضي اللي فيه أكثر صحة بالنسبة لبقية شراح العمورية كذلك بش نحكيه اليوم في استاد الحياة على سبيسيال تينيس كل عادة حصتكم اللي دي ما تجيكم ربريك سبيسيال تينيس ومش نختموها إن شاء الله من الله ربعا الستة الألعاب الفردية وعدة ضيوف وأبطال بش يكونوا موجودين معنا ومدرب المنتخب الوطني التونسي ورئيس الجمعية عبر الهاتف قبل هذا بش ندخلوا في الصحيح في الجزء منتعنا الأهم هو سبيسيال تينيس مع المدير الفني نادي أتنس بالقلوان مير بوغنين مرحبا بك مير مرحبا أسيا عبدالله مرحبا مستمعين إذاعة الحياة ومحبين برنامج سبيسيال تينيس والكورة الصفراء أكيد الناس كل تغارمت بسبيسيال تينيس وخاصة كل أنها رحد ولو يتابعوا البرنامج استاد الحياة خاصة في ربريك سبيسيال تينيس وكل ما يهم جديد أنس جبر أو ما يهم يعني على المستوى المحلي ويجيب بالنسبة لنادي التينيس بالقلوان اللي قاعد يحقق فيه يعني نتائج طيبة جدا وتظاهرات اللي يعني شفنا عدة أسماء بيرزا في البداية مهر بش نرجع ونحكي ونعمل حوصلة على نتائج دورة رولونغاروس صحيح اليوم قاعدة تلعب دورة اللونغاروس اللي هي دورة البرانشليم من أربع أكبر دورات في العالم تتير على مداء السنة الرياضية الدورات تضومة الأربع هما دورة اللونغاروس اللي تسير في فرنسا عانا دورة لوبين دوسترلي في أستراليا هما دورة أمريكا المفتوحة اليوسو بين في أمريكا ودورة ومبلودون تتعب على الجازون اللي هي في إنجلترا الأربع دورات هذومة هما أكثر دورات فيهم قيمة مالية وأكثر دورات يكسب فيهم اللاعب نقاط في الترتيب القيمة مالية بتاعة تولة اللونغاروس هي 3.35 ألف دولار وبنسبة للنقاط يربح اللاعب ألفين نقطة في التصنيف العالمي بالنسبة لدورة لونغاروس هي دورة معناية تنظيمها الاتحاد الفرنسي اللي كورة التنس بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والدورة هذية هي معناية الهدف ممارسة ترويج ممارسة رياضة التنس على الأراضي الترابية في جميع أنحاء العالم نعتيوا لمحة صغيرة على الدورة دورات القرانشليم اللاعبين اللي يتمكنوا من الفوز بأربع دورات في سنة واحدة عنا اللاعب البريطاني فريد بيري عام 1935 اللاعب البريطاني أيضا دونالد باج اللي ربح أربع دورات في نفس السنة 1938 عنا اللاعب الأسترالي المعروف والمشهور رود ليفير اللي ربح أربع دورات في سنة واحدة ثم اللاعب الأمريكي المعروف بارشا أودري أغاسي عام 1999 والسويسري المعروف روجير فيديرير 2009 والإسباني رفاين نادال 2010 والسربي نوفاك جوكوبيتش في 2016 هذوم اللاعبين اللي تمكنوا بشربه دورة الأربع دورات القرانشليم في سنة واحدة بالنسبة لأكثر اللاعب اليوم ربح دورات القرانشليم هو رفاين نادال عنده 21 دورة في الحصيل المتاعه في مياليه روجير فيديرير وجوكوبيتش 20 قرانشليم وفي المرتبة الرابعة بيت سن براس المعروف اللاعب الأمريكي أربع دورات القرانشليم وفي منافسة كبيرة بين سلطور نادال ودجوكوبيتش بينتهم تورنواي بركة على الفوز بالعقب سنيبي وطولة الوانغاروس في اللي بشي يربح الدورة هذية ينجي ميدخل في تاريخ الرياضة هذية معا نستنىو بيطبيعة الربريز والرجوع متاع فيديرير اللي لتوا مازال مرجعش بعد البلايشور وقاعدين باتات فلثم برشة ناس يقولوا كونو في دورة البلدون الجاية بشيعل ناعتزلوا في العمور نتاعه واللاج نتاعه بالنسبة لدورة اليوم خلطنا في الكاته اليمتور دونك في تصليف في دجلة جدوى الأذكور دونك مازالوا قلو نحن مرشحين على اللقب يلعبوا كما جوكوفيتش تتسيريان مازال في التابلور بح اليوم رفاين نادال زيدا مازال يلعب عنا المصنف رقم 2 زيدا في الدورة ميدفيديف اللي مازال زيدا في الكورسة وعنا اللاعب الأصاعد اللي ولقى بخليفة رفاين نادال إسباني الكاراز اللي كسب دورة مدريد وربح نادال و جوكوفيتش وذين نعتبره مفاجأ صار يعني بصراحة يعني قاعد يبرز أكثر اللعبة ذي اللي حكيوا عليه حتى الصحف الكل شوفنا العالمية حكيت على اللاعب الصعدة ذي حتى المقابلات التحذيرية حتى الودي لعب مع نورمال مو مع جوكوفيتش ولعب مع أسماء آخرين يعني إذا كان الشخص ذي يعرف القيمة الفنية بتاعه الصعدة لحتيكيك به برشا وربما هذا يكون خليفة كما قلت انتي مهر صحيح هو اللاعب الحقيقة على طوى سافي بريسك تروى ولا كاتران وتابعوا فيه اللاعب ناشئ صغير مدرب متاعه كان بطل زيد أخوان كارلوس فيريرو الأسباني اللي ربح دورة لانجاروس ثلاثة مرات هو المدرب متاعه وثنين عمل فريمون معناها نجي بقول أندري كليك معناها في دورة مدريد ربحها ودورة روما نحى معناها نادال ونحى جوكوفيتش معناها قلة اللاعبين اللي يربح لك نادال وجوكوفيتش في دورة واحدة في أسبوع واحد يربحوا مزوز نحى واحد في كاردو فينال واحد ربحوا في الدومي فينال وحتى في اللاعب اللي حقيقة أنا شفتوا يلعب معنا سيتان جهور اللي في تينة نادال في تينة فيدرير في تينة جوكوفيتش هو العمر زادة ماهر وممكن اللي يقل بدنيتي وممكن هي اللي يتعاونه أكثر شفنا جوكوفيتش يعني تقريبا هو صاحب خبرة لكن على المستوى يعني البدني تراجع شوية وتعرف أنت يعني التقس غادي كيفيش والحرارة اللي ممكن هي تكون عائق بالنسبة للحرارة لعبية ذوما الناشئ هذي ربما عامل اللي يستغله هو عامل السن وكذلك عامل اللي يقل بدنيا وكذلك عامل المدربة ذا اللي هو عالمي صحيح هو عندك الحق اللي بتبيعه هو اللي عمر متاعه دونك الناس اللي كل قاعدة اليوم نتنبقوا كون الولاي دا ذا هو اللي بشيخوا المشعل على اللاعبين كما نادال وكما جوكوفيتش معناها البرستاشون والمرجد البروريشون والذي عنده القدام تخلينا نقوله كونه ينجم يكون الجهور هذي هو من يتربى على تصنيف العالمي لللاعبين المحترفين فبش تكون منافسة صعيبة الحقيقة كما قلت انتي الخبرة ضد الطبوح كما تشوف نادال كتشوف تزوكوفيتش وكتشوف اللاعب الشيخ وبرشا لحقيقة ثم زيدا الإيطالي سينر لعب شيف زيدا صعد قاعد مازال في الكورسة فمت سيتي باس زيدا اللاعب من الجريس اللي مازال طالع لحقيقة وقاعد يقوم مرضود كبير مازال زيدا في المترشح دونك بش نشوفوا منافسة كبيرة برشا الحاجة اللي نقومنا حتميز رانقاروس سنيكا ونوالو يلعبوا ماتشويت في الليل لشناس اللي جي تتفرج ولا وحتى بان فما بعض اللاعبين تقلقوا شوية كيما نادال تقلق شوية مما جويت في الليل وقال نحب نلعب ديما في النهار الحاجة الثانية اللي الملعب الرئيسي من رلانقاروس ولا معلم مغلق لذلك عملوا له إكستنشان وساكروه على المتر وكيتسوب المتر ونجموا يلعبوا لذلك بالنسبة للا هذه هي بسيفة عامة دورة رلانقاروس بالنسبة للإناث الحقيقة شوفنا برشا ديشري بريس في الأكثر من المرجال بالنسبة للإناث معنيها في التوب ديس بريسك ستة ولا خمسة جوالات كلاسية خرجوا من الأدوار الأولى هي مفاجئة بالجملة شوفناها يعني أصحاب المراكز الأولى خرجوا فما يعني حتى يوصل حتى التسعين في الترتيب واثنين وخمسين وستين اللي ينتصروا عليهم يعني اتفاجئنا بخروج أنز جيبا وشوفنا يعني تصنيف يعني اللي خرجوا اللعبات الأخرين يعني في المركز الثاني والرابع والخامس خلينا نقوله زيادة تومان وفهميش مفاجئة فما شكونا اللي قاعد يغض مش كونا اللي قاعد يطور في المردودة متاعه ذلك عليش اللي قاعد يوصل في رياضة التنس ولا في رياضات خرينة مفاماش مفاجئات عباد قاعدة تخدم وعباد قاعدة تحب تقدم وذلك عليش شوفنا نحن عشر سنوات كيفشكت أنز جيبر في فترة وجهزة وصلت للتوب سيس كيم تناجم رأي عنده إمكانية توصل للتوب كات صحيح هو لمحالة باية الخائبة صحيح خسرت من البرميتور ولكن في الزلتاء قاعدين نشوه فيهم أنز اليوم عنده شانس مش تولي في التوب كات خاطر اللي قاعد يخرجوا خرجوا نرجع الأنجابر كيم حكينا مريفيت تتسي عبدالله قلنا راهو ديما في الرياضة مفهم شي عاطفة كيف تبدأ حاضر تربح إذا كان مكش حاضر ركت تخسر ضوكز ما تنمشي تحضر روحك وشوف شو النقاس متاعك بش تحسن مستوى متاعك بالنسبة لدورة الجران شليم رو ديما لتورنامت على الجران شليم يشيروا فيهم السوربريز خاطر كما كنا نحكيه هما أربعة دورات في العام يبدأوا اللاعبين يستنوا فيهم ويشيربحوا النقاط ويكسبوا معناها الموارد المالية النجم ويصرفوا منهم هما على العام كيم أظهما اللاعبين محترفين يصرفوا على دروحة ديما يشيروا للسوربريز يشوردوك يبدأوا لجورة هما تدب السليم يعني هم ورشحين للدورة وللاعبين اللاعبين اللاعجين سيكون اقل عليهم خاطر الضغط يكون على software لان يدخلوا لجورة هما عندهم أكثر معاننين من الأخرين بشيربحوا ويزيدوا يلغبون بغير الضغط كبير لان تشيروا برش مفاجئات مع فما زادة تحبو لاتكرد بالنسبة لالؤلس براجزما بان نشوف كونه بعد ما ربحة مدريد عملت جمعة راحة قبل ما تبدأ رلانقاروس نتصور فما إن النسرتين معني صلبتين مفاجلتين في سوربريز ما جريتش كجيم عليك بالبيه من كوصوان مناهية ولا مستافل معها ومسالش هي معنى أنس مش مستنسة ببوتيتر بكل نبو منجال وبالتيتر هذو ما تربحهم نكسبو خبرة بشوي بشوي نكلاك الجيشان ما هي سهلة وبوتيتر تكون لنا حاجة به هي نقولوا نحنا باش تحذر للوامبلودون للترواز جيد يمكن معنى تكون لنا حافز كبير في خسر التواخين من اللي بيتيتر يقولوا نحنا كاملت في التابلوم ليحو ومباعة تلقى روحة في وبلودون بيتيتر هذو ما نعطيه بالنسبة لي قاعدين يسمعه فينا الجاد والبطولات التونسية أنس جيبر الموسم العشبي بطولة نوتونج هام يدينو خمسين نقطة من 6 إلى 12 جوان بطولة برلين خمسمائة نقطة من 13 إلى 19 جوان بطولة استبرون خمسمائة نقطة من 19 إلى 25 جوان وبطولة ويمبلدون من 27 جوان إلى 10 جويل يعني ماراتون را باطف صحيح هو ماراتون را باطف و الوقت بين دولة لانغاروس ومبلدون ليس برشان وقت كسير و حتى لترنوى ما بين لانغاروس ومبلدون ما فمشي دولة مستير ألف نقطة كما على أراضي السلبة و أراضي ترابية الكل هم معناها 250 والملاحظة ما بين 250 و 500 او شوفني النقال ألف نقطة مثلا ماشي حتى في السيركوية قاعدين يحبوا يعملوا ترنوى في حذر ومبلدون متى ألف نقطة معchte يعملوا ترنوى في حذر ومبلدون متى ألغاروس وترنوى في حينه يجب أن يعملوا ترنوى في حذر والقام وهي يحبوا يردوه بواحدة طرنوى أسرع برشا ويساعدها لعب أونس في اللعب لأسخفاء صغير نتصور بساقة روحة خير برشا معاها تعمل من بولة البرباراتيان طاقة في جيمة عطي نظومة على الشليم معاها ما تعمل ناشي حاجة بها وهذا هو معاها يقولو نحنا فيو الاسنك والاسيس تيد سيري اللي خرجوا في ترنوان متاع الرنجاروس برشا زيدة جواريت سماعت خلال ديكال لغة شامتيحم يقول لك خاطر في البنات في غران شليم يلعبوا 3-7-3-2-7 يعني كي يعملوا 1-7 بارتو واحدة تربح سيدة واخر تربح سيدة يعملوا السيدة تروازين السيدة لهاي فايسل بالنسبة للرجال يعملوا 3-7 يلعبوا يلعبوا على تجنب تأخذ حتى تلعب 5 سيدة خمسة أشوات معاناها تجنبتو يوقعد المات شوية بيتة الخمسة ستة سوية بيتة ذي الحاجة اللي خليت البنات صاروا برشا مفاجئة تخاطر برشا لعبين كيما الكاراز ولا نادال ولا كيما اسموا تسي 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 باس اللي في الأدوار الأولى ربحوا بالسينكيم سيدة مع جوهات أقل برشا في المستوي نوك يبدأ الماتش توي البرشا يلقى اللاعب الوقت بش نجي ميرجح في الماتش أما كي تبدأ دو سيدة كهو كيما في البنات دونك ساعات كي يخو عليك جوالة ساندوم عاش تلقى الوقت بش ترجح في البارتي هذا هو معناه معناه تلقى اللاعبات لانجروس وانتمنى ان شاء الله توفيق اللاعبات لانجيبر وانشاء الله تفرحنا في الدورة هذيه وبالنسبة ميرع على البرنامج نحكيه على برنامج تحذيرات انجيبر خاصة للدورة هذيه تحذيرات انجيبري كيفية أن تكون لا يشوف هو ما بين الجزان فرق كبير معناه عندك أكثر أرضية تعب أكثر معناها في اللعب وعننا أكثر أرضية ربيد في التينيس وهي الجزان معناها من نقيب لنقيب من الجزان من التربة توني نحكيه ديركت للجزان لانجيبري 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 نحكيه لانجيبري 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 في الموسم الصيفي كيفية تكون توقيت جديد كيفية الأوقات متعتمارين لكن نقبل هجان نمشيه ونعمل ترتاحة مع الموزيكا ثم نعود ونحكيه على نادي تنس بالقيراوين وصلنا للجزء الأول خاصة سبيسيال تينيس خاصة آخر حديثنا اليوم بش نحكيه على المدرسة الصيفية بصريح العبارة بالنسبة لانجي تنس بالقيراوين اكيد توفيه اخر جوان ماهر بش تحتيني لمحة على المدرسة الصيفية اكيد رفم بعض الأبناء والأولياء بش يجيبوا أبنائهم المدرسة الصيفية المغرومة برياثة التنس سواء القدوم اللي بش يجدوا ويقوموا بأبنائهم ولا اش ضد اللي تغارموا برياثة التنس بش يكونوا متواجدين معاكم مش ناخذوا أكثر لمحة؟ صحيح هو سي عبدالله السنة الرياضية في نادي تنس بالقيراوين تختتم ان شاء الله في اخر جوان بالمناسبة عنا نهار 25 جوان اليوم السبت أبارتير من السبعة سبعة ونص ساعة العشية حفل الاختتام السنة الرياضية حفل الاختتام هذه ان شاء الله بقد تربي بش يشمل استدعاء اللاعبين الكل معاهم الاولياء وبش تكون ان شاء الله ثم برشا مفاشئات للزغيرات تظومة والزابونين متاع الكلاوب الكل السنة الصيفية ان شاء الله بش تبدأ في شهر جبيليا عنا شهر جبيليا وشهر اوت تظومة شهرين نقولوا نحنا متاع السيف أبارتير من شهر جبيليا يبدو يختموا الكل دي تي الكل دي تي دونك سيتام بروغرام بتاع دو مواء الصغار بش يدربوا بمعدل ثلاثة حصص في الأسبوع الأكثرية بش تكون يوم الاثنين يوم الاربعاء ويوم الجمعة الأكثرية بشكون حصص معناها مسائية بارتير من ستة تحتاج إلى عشية خمسة ونصف تحتاج إلى مفتوحة للناس كل يجيون الانتزاب القيروين ويحاولوا معناها يجربوا يلعبوا يقيدوا صغيراتهم هذا بالنسبة للمدرسة التنس في فصل الصيف بالنسبة لفرق التنفسية دوم طفل عطلة يوم 18 جوان يبدأ السيركوي بتاع دورات في فصل الصيف أول دورة هي دورة الشالنجر في المورادي في سوسا ثم تاليها دورة المرسا ثم تاليها دورة نتنس بتونس وهكذا دار وليك حتى لنا نصلوا الآخر أوت ودبيت سبتمبر وينتصير دورة بطول التونس للفردي في الصغر وفي الأكامل دونك سيركوي هذي سيركوي بتاع شهرين لكل الدورات إن شاء الله باش نحاولوا نتبع نتاج الدورات هذومة كو سوى نتاج اللاعبين تسبل القيروين ولا غكاب سيفعامة للمستمعين وأحباء كورة المذرب دونك الجرون تورنوا بالنسبة لي نحن هو دورة الكيتسكاب اللي قادي نحن نحضرولو اللي إن شاء الله باش يسير في أول في أخر جويلية دونك تورنوا بتاع الكيتسكاب اللي هو يلم أحسن ثمانية نوادي في تونس في تصنيف الشوبين إن شاء الله ندس بقالاوين يكون منهم وهما الثمانية النوادي باش يتنابسوا على لقاب الكيتسكاب اللي هو يخو أحسن كلوب فورماتور للسنة الرياضية أحسن نادي مكون للصغار دونك الجامعة التونسية لتنس في أخر اختتام السنة الرياضية دونك تعمل حفل اختتام السنة الرياضية دونك اسمها دونك نادي تروفي دونك في نادي تروفي باش تكرم اللاعبين وفي نادي تروفي يقع تكريم أحسن كلوب فورماتور في السنة هذيك اللي هو يفوز باللقاب الكيتسكاب إن شاء الله على شلاء ندس بقالاوين يكون من الفائزين باللقاب باش نحضر له تحديل خاص باش نقوم بتربص باش نقوم بتربص قبل الجمعة للتحديل الدورة هذيك وبطبيعي فهما دي كريتير كي يختاروا فهما دي كلاسمان يخذوا أحسن من جولات عندك ويخذوا دي كلاسمان بتاعهم وبعد يعملوا تصنيف في النوادي ويختاروا أحسن ثمانية نوادي في تونس ونحنا من بين النوادي اللي قاعدة تونشط بالنسبة للتنس أكيد نادي تنس بالقالاوين يعني في تصنيف خلينا نقوله يعني محترم جدا اي نحنا اليوم عنا تصنيف محترم جدا وننشي معك أكثر من هك عنا فريق إن شاء الله يلعب على اللقب عنا فريق محترم برشا وعنا شانس كبيرة دوغانيالوتيتر احنا بش نحاول نجتهدو نحاولو نكونوا حاضرين في التغنوات ذيه وعلى شليه إن شاء الله بعد الدورة ذيه ما نجيبوش الكوب ونفرحوا لنا بحذين إن شاء الله عندكمش بعض الأسماء اللي بش يعني تكون موجودة هي في الدورة ذيه على الأقل يعني تكون حضوذكم موافرة برشا لممكرة وعندكم بعض الأسماء اللي تنجم تكون قادرة بش على الأقل التوجه باللقب هاذا هو راهو الترنوات هذيه سيته ترنوات باريكي هنا في رق كل الفريق عنده خمسة لعبين وفريق اللي اخذ يهابت خمسة لعبين ويعبوا ضد بعضهم بعد ذي كان نحسبوا لشكون فريق اللي يربح أكثر وإذا كانوا معناها متعادلين فما دوبل هو ديسيزيف انتو سي ماتش احنا إن شاء الله بشكونوا حاضرين بالجميع اللاعبين دوم تصير لسيلكشن ويبدأ عنا الليستة ديفينيتيف حاضرة إن شاء الله نعلموكم بها جوالتي اللي بشتمثل للنادي تنس بالقاير اوين في الدولة هذية وإن شاء الله بالتوفيق لنا والناس كل هو للتذكير زادة مهرة جاتنا بعض التساؤلات مبارشة عبد تغرمت بريضة التنس يسألوه على التجهيزات يعني مين يقتنيوا التجهيزات تذية كما يعني كورة المضرب الركات مين هو الرياضة التنس ما تطلبش برشة الحقيقة بالنسبة للأولياء صغير مينعبوا في التنس صغير يكالع في التنس لازمو تنو سبورتيف أي تنو بالنسبة للكاتل لازمو مضرب المضرب ذا يترى معناه سيفون العمر انتي هو عمر صغير ليس كما المضرب لأولياء عمره خمسة سنين ليس كما المضرب يلعب في الفرق التنافسية ليس كما المضرب يلعب في مدرسة التنس لذا فرق من العمر و من المستوي المدرب هو اللي ينزح الولي باقتناء المضرب ونوع المضرب بالنسبة للمضارب نحن عنا في النيدي نجيبوا مضارب بالنسبة للأولياء يحبوا يقتنيوا ويأخذوا من عند النيدي كما ينجموا يشريوا ايور مثلا من ديكاتلان وعنا زيدة مارك بابولا وهي ماركة كبيرة في تونس وعنا ربريزنتون في تونس يبيع في المضارب الوزير ينجموا يقتنيوا من عنده موجودين في تونس اللي يحب اكثر معلومات ينجم جير النيدي ويتصل بنا ونعطيوا الى الزافة ومساعدكم وعليش لا تسهلوش حتى انتم المأموري للصغيرات حتى كبشانسحوهم تقتنيوا انتم تجهزات هذه حتى اللي يحب يشري مغير ما يتحاول تونس أو السوسة يأتي على عين مكان للنيدي بعد ما ينخرط ويدخل معكم تنجم انتم توفروا له وتسهل لكم انتم تسهل حتى للمهم عنا احنا مخاطرين يدراو معناها الحاجة اللي فيها تجارة وفيها شراء وبيع نحن موش قول فيها برش لكن بالرغم اذية نحنا عمول احنا حسابوا يعيش يقل حتى للمرأة الصغيرات اللي يدخلوا اول مرة ويالات عمول دون مدارب احنا نعطيوهم لانتقله بلاده ويمكنذر ويمكن يجربوا حساته يدلتها اتمنى يشرحوا في التنيس ويساعدتها لانتقله بادواع المدارب حتى زالك نحن نسهل ونشليه دوراكيت نعطيهم نبيعهم دغاكات كان عنا إذا كان يوفا ستوك اللي عنا نسحوهم ونجحوهم مش يحتنيوا معناها لماذا داربناتنا وبالعكس إحنا الأولياء اللي جونة مينقوش في مشاكل في الموضوع ذير معناها دغاكات والبال بتاعتنيس نجمو في معناها أسرع وقت نجيبوه للدغاكات نسي سياغوه للكور للباران والأولياء هذه حاجة بها فما نقطة أخرى زيد أمير حكينا فيها المرة الأخرى بحضور سيطار قلب الرومي وكذلك سي محمد داليوين وبحضور مادام سلمة المولي حاجة بها يا برشا أنه ندخل رياضة هذه للمدارس صحيح هو رهو بالنسبة لسنة الحقيقة كان عنا بروغرام باش نعمل لجورني اسمهم لجورني تنيس ديكوفيرت لجورني نعمل لجورني مع لزيكول بليمير ولا بليفي والأداتي بالنسبة لصغيرات سواء نحن نتنقل للمدارس نعمل لجورني غديك عندهم وإلا نستدعوهم لجورني للنادي نستقبلوا احنا زغار راديكا ونحاولو نعرفوهم نعنو دي سيانس معناها دي إنيسياشن لتينيس ناظري و تطبيقي صحيح تي حقيقة بالنسبة للسنة في السنة هذية لا نقل نشي للوقت لا نقل نشي للوقت لا نقل نشي للوقت حتى المرض معناها الكورونا وقتها برشا ما كانت مازالوا كي رجعوا وما زلت الناس خايفة ما يحبوش يعمل للدكسيان كيما هكا فهمت توا هاي الحمدولله بلدت الدنيا تنفس شوية باش نبدأ وان شاء الله نعاود وننشا الله ونرغانيس دي جورني كيما هكا وعليش لي حتى باش نعمل دي كونفانشان مع دي زيكول بي في دي زيكول بلي مير نولي نعملهم سعر رمزي لهم هما باش نستقطبوا أكثر صغيرات باش يويلعبوا التنس و الفكرة متاعكالي هي احنا بالعكس هو الهدف سيكو معناها نحاولو الروجو الرياضة هذية في جميع معناها شراءح المجتمع كوسو سوا في المدارس كوسو سوا في الليسي كوسو سوا حتى في نقولوا نحن مام دونيس سوسيتي عانا زادا لتنس انتربريز اللي نحبو نمشيو للشركات ونعمل معهم دي كونفنشان مع البرسونيل متاحهم كونه يجيبوهما زغيرات متاحهم وهي دعوة مفتوحة لأي إنسان عنده الفكر هذية ولا عنده طموح هذية ولا أي مسؤول يحب يجي لنادي متاعنا ونلقو شراكة معاه وشراكة معناها غانيون غانيون أحنا نربح وهو يربح بالعكس نحن نغنب الناس بالرياضة والناس تلعب البراتيك للتنس ودعوة مفتوحة لناس الكل وعلى شلاله إن شاء الله يجب أن نقوموا بلزاكشان كيما هكا أن تكون إن شاء الله تلقى معناها نقولوا نحن نترحاب كبير من عند الناس الكل أولي لاحظني هزياد أمير فما برش عبيدو يتابع رياضة التنس مغرومين بأمس جيبر وندال وعدة تسمية أخرين لكن يقول لك والله ينتبع لكن ما نعرش قوانين متاحه ونعرش اللعبة كيفاش يعني نقاط كما قلت أنت فكرة تعمل ملتقيات ندوات حتى باش لعبيد المغرومة بالرياضة يفهموا ما معناتها كرة المضرب كيفاش وقت النقطة اللي تتساجل هذه وقت يشوف المقابلة يقول لك أنا ساعات ما فهمش عليش المقابلة ذي توفى تقع ثلاثة سوية وذي هو في ساعة يوفى ما فهمش حاجات هذو مقباهين حتى للمهم يزيدوا يتغرموا أكثر كما قلت انتي نقربوهم أكثر سوية في المدارس الصغار ولا حتى للكبار فما عبد مغرومة لكن ما تعرشي أبسط الحاجات الجزئية متاع الرياضة هذي صحيح هو لحقيقة الرياضة هذير في التنس هو غرام والإنسان يبدأ مغروم يحب يتبع ويحب يعرف ويحب يكتشف الرياضة هذي بالنسبة لالديكانب ويحب العمليات في التنس لا تطلق سهل بشكل أكثر ولمهيدي حديث السنسبية مما حدث في التنس 1.0، في التنس 1.30 نزيدق 45 ومن ثلاثة 3 نزيدق 10 نحن مقابلة كانوا يلعبوا فيها الملوك في العصور الوسطى وكانت في انجلترا بعد فرنسا وبعد تطورت بشوية بشوية وكانوا قبل يلعبوا من غير ركات كانوا بيديهم وكانوا المسافة المسافة التي يشوتوا منها الكورة يحسبوا 15 متر بعد يشوتها 30 متر بعد يشوتها 40 متر هذيك علش جاو يحسبوا بسكور بالطريقة هذيك بالنسبة للسيد سهلا يعملوا شوت بشوت يعملوا شوت ثالث فاصل كان في دورة القرنشلين يلعبوا على ثلاثة أشوات وكان يعملوا شوت الخامس بالنسبة للتانية يتلعب مغير وقت انت وما تشوفها في ساعة وما تشوفها في ساعة وما تشوفها في ساعة وما تدربك خمسة سوية أو ستسوية المفيد حتى لين تنتهي معناها الأشوات ولهنالحكم وقتش الدخل الحكم يتابع الحكم يتابع هو يشد سكور كما فيها في ريافة كل كما في كورت اليد كما في كورت السلة كما في كورت طايرة الحكم هو يشد سكور الحكم تلقى هذي مع الكورسي متاعه في الفتيران وقتش يهبه يتقصد التيران وقتش يدخل باش لعبية تارف يقولك ساعات الرام يلعبوا الحكم تلقاه الفوق لكن الدخل كان في أوقات معايدة والجوار يقولون لي راهي شوفت بيهة وقت هو يهبت يثبت خاطة الكورة كتابت في التيران تخلي تراس يثبت فكت تراسة ذيك ويشوفها بيهة ولا ليهة ويقفرمي وقلا ما يقفرميش كلام الجوار وفي النسبة للطاو بريسك سافيه دوزان تقنية جديدة اسمها عين السقر تقنية جديدة والذي هو الحكم معادي عبد برشا من الكورسي فهما تكنيك كيمة معنى الكابتور يحطوهم مع تيران الكورة تحبط بحض الخط تشوفها بالميليمتر وين هبتت هل في بيهة ولا مش بيهة لذي هو من الكورسي متاعه يطلب نسميه نحن للتشالانج يطلب للتشالانج يتعدى في الكاميرا قدام الناس الكل في التابلو وتبع الكورة كونه بعيدة ولا مش بعيدة تقنية معناها بأمور علمية كما في كورة القدم نقلم الأخطاء متاع الحكام ليساعة تأثر على مقابلات وتأثر على دولات كامل وقليل برشا وين تلقى فما انتقادات والاحتجاجات بالنسبة لكورة الماضرب خاصة بين المنافسين كما قلت انت يعني الحكام ما يدخلش برشا الرياضة يعني خلينا نقوله ولد شعبية قبل نقوله الرياضة كان اللي عنده الفلوس والثارية بشلعة ولدت الرياضة الشعبية دخلت للديار الكل فضل يعني ايقونة وزيرة السعادة كما يحلو الجميع انس جابر نس كل ولدت مغرومة بالرياضة هذه وشوفنا تقريبا مهر عدة ملاعب في تراب جمهورية الكل خاصة في اللبناطق الداخلية ولدت عنا فما ملاعب تنس كانش موجود أقبل صحيح هذا كله هو ثمار العمل التي تقوم بها الجامعة التونسية التي تحاول الالرجي الكلب على مسيحة هذه البلد و اليوم بركة اكتشفت كم نوفم نادي في باجا امام طلب الكلاب ونحن يكثر والترانت قاعدين نكثر والناس قاعد تتغرم بالرياضة هذه الصحيح الرياضة هذه الناس تقول كونه رياضة متاع ناس قم بضع ايزة شوية انا والله ما نوافقش برشة يمكن لزمها امين يموم صحيح بيشتش يقول احنا ركات او تشتش يسبيط الولدك فما امين يموم لكن لا يظهر عناية يتسوروا لعباد. ولكن الهدفنا هو أن تلعب وتتعلم. بعض في نبو اخر وقت يوالي مليعبي وتحب تهزو وانتي تعملوا دوارات لبرة. ولا هو مغروم يحب يشري الحاجة ذيك بإرادته هو. إرادته هو. ولكن ذيك موضوع اخر يحب بوالي بروفشونيل ولا كذلك. لازمو بيو سبونسور لازمو كذلك. عندك الحق. لكن في النبو هذي متاع الشيء لوكال صغيرات يتعلموا يلعبوا تنس. ينشج مروا في اي عمر وفي اي مستوي يتعلم. بلوس هذه له رياضة سي عبدالله. ليش معناها يقولوا نحنا يا عندك يا ما عندك شي. ليش مربوطة بشكون لبس علي وشكون مش لبس علي. سبور هذي. ستاندون يا ربي يعطيك موهب متع رشل شكوت. فرنسا طورة لانجاروز عندها قدش من عام نظم في دورة القرنشلين. من يانيك نوال الفرنساوي اللي عنده خمسة وارمائة سنينة اللي هزل الدورة هذي. ما خلقوا حتى جهور هزلهم مدد ترنوان. بعد جيهم نادال. معناها من بلاد جارتهم اسبانيا. هز دورة دي 14 مرة. دونك ستان دون. هزل ستان جهور دوية تلانتو. اللي عنده الموهب وعنده دون. دونك دورة مفتوحة للنسي كل إن شاء الله. لنشاء الله البشيجي ومارشل بيهم في نتنسب القرن. ونعاود لو حفل الاختتام للسنة الرياضية إن شاء الله يوم السبت. تسعة وشرين جوان. أبارتين من السبعة سبعة ونصف في نتنسب القرن. مرحبا بالأولياء وصغيرتكم. هذي دعم مفتوحة لكامل الأولياء. حفل الاختتام بالنسبة لنادي تنس بالقرن. بالتوفيق لنادي العريق نادي تنس بالقرن. وصلنا لنياتة الجزء الأول من سبيسيال تينيس إن شاء الله بعد قليل. مش ندوف الجزء الثاني والألعاب الفردية. قبل هذا نمشيوا الفاصل الغنائي ثم نرجعوا للبلاتو. دقيقة بعد الأربعة ما ما زلنا موصلنا معكم حتى للستة متلع عشية. في استعد الحياة أكيد نحكيه على الألعاب الفردية. وتسليط الضوء على نادي ألعاب القوى بالقرن. كما كنا نحكيه منذ قليل مع عمر عطية صاحب الميدالية البرونزية. وكذلك هذي لشهايبي في دفع الجلة. وكذلك كاتب العام السيد بريع سويدان. رحب جدا بوصول مدربة المنتخب الوطني تنسيسي كامير الحواس. مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا لك. وكذلك العداء ريحة بالظاهر المتألقة. زوز ميداليات ذهبية في 3000 متر موارع و5000 متر. مرحبا بك. شكرا لك. وسعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية لرئيس نادي ألعاب القوى بالقرن. سيد أحمد العامري. مرحبا بك. مرحبا بك. تحية لك ولكافة المستمعين. ولضيوفك الكرام لكل إن شاء الله. مرحبا بك مرة أخرى سيد أحمد العامري. رئيس نادي ألعاب القوى بالقيروان. أكيد نتائج جد إيجابية لنادي ألعاب القوى بالقيروان. باعتبار يعني أنه عديد الأسماء الجديدة البيرزة. بما أنك انتخابات صارت الموسم الفارط. يعني تقريبا أنه كل الأعضاء يعني كلهم جدود. وبرشة أسماء جديدة بالنسبة للنادي هذا. مع تقلق كبير برشة لرحب الظاهري. زوز ميداليات ذهبية في 3000 متر أو 5000. كذلك عمر عطية ميدالية برونزية. وهديل الشايبي في مركز الرابع. رغم يعني الإصابة التي تعرضتها. أكيد أنه فما بعض أسماء أخرى. اللي تنجم تكون يعني متواجدة في بطولات تعالمين. الحقيقة نحب في مستهلة المداخلة هذية. نتواجه لكم بخالص الشكر على تسقيقكم. تضعوا على رياضة فردية يعني كثيرا ما أفجت يعني الصدور في القيروان على الاعتبار. وأنها معناها ليش المناسبة الأولى ليحقوا فيها الرياضيين والعدائين لنادي البلدي للعاب القوى بالقيروان. يعني نتائج مشرفة. يعني النادي هذا يعني هو نادي عريق. تأثس عام سبعة وثمانين. تأب يعني منذ التأسيس نتاعه على يعني أن يتقلق وأن يحقق نتائج طيبة تشرف يعني الراية الوطنية وتجعل القيروان يعني موجودة يعني في تحقيق هالنتائج المتميز. البطولة هذه الميزة ربما اللي خلتنا نزيد ونفرحه أكثر هو أنها كانت مش تنظر في بلد عربي أخر. وفي حي الزمني وجيز جدا تم يعني اتخاذ القرار بأنها تنظم في تونس. وكان حتى عدد المشاركين يعني من أبناء النادي للبلد يلعب القوى اللي مش يشاركوا في التظاهرة دي عدد يعني محدود جدا. إحنا سعداء يعني بتحقيق أبنائنا يعني العدائين هدوما الميداليات يعني سواء الميدالية البرونزية أو الميداليتين الذهبيتين لحقتهم رحاب. وكذلك نحب أن نقول أنه هناك يعني عديد الأسماء اللي إن شاء الله مشيتي على ذكرها الأستاذ كمال إحواط يعني اللي موجود جانبكم في الستيديو اللي كانت المرات المتاحهم مشرفة جدا. تم شكون حتى كان يعدي في مناظرة البكاروية يعني على اعتباره أنا الإختصاص بتاعه إختصاص رياضة وكان يعني من الامتحانات يتنقل الظاهرة الهنوبية بيرادلس لإجراء هالمشاركة متاعه. وكانت المرات المتاحهم الكل تقريباً اللي يشاركوا من نادي البلد يلعب القواب القاروان في مرتبة رابعة أو تحصلوا على ميداليات ذهبية. النادي هذا يعني قادر دائماً على تحقيق النتائش. قادر على تحقيق الألقاط وأنه يكون متميز وأنه يساهم في إعلاء الرأي الوطنية. مثل ما أكدنا في مناسبة سابقة يعني حتى على مستوى الإذاعة المحترمة متاعكم هو ما يعوزنا ربما الاعتناء أكثر والله وأكثر وأنها تكون موجودة يعني بعض الإمكانيات المالية حتى أن النادي دا يقدر على يعني مجابهة هالصعوبات من حيثه إجراء التربوطات من حيثه يعني اقتناء التجهيزات والأفاف الرياضي اللي لازم للمجازين في هذا النادي. نهيك وأن العدد منتاعهم يعني يقارب الألف مجاز. ونحن يعني حتى الجلسة اللي تم انتخابنا فيها على رأس النادي البلدي لعب القوة كان من بين الأهدف منتاعنا أنه نوسعوا في قاعدة يعني المتعاطين لهذه الرياضة. وشرعنا معناها منذ الانتلاط على يعني تذكير في إيجاد يعني ديزانتان معناها في المعتمديات من تعويرات القيروان. وإن شاء الله انتلاطا من موسم الرياضي القادم مش يكون هناك يعني ثلاثة مدربين مختصين في ثلاثة معتمديات ومش يكونوا العددين هادوما اللي مشيقع استكشافهم يعني وينضموا للنادي البلدي لعب القوة. قد أستاذنا الكريم أنه الإمكانيات متاع التطوير الإمكانيات تحقيق الألقاب ممكنة لكن يعودنا لحقيقة الدعم والإمكانيات المالية. على اعتباره أنه معناها تقريبا المدخيل بسأكية كتفة أساسية معناها من التمويل العمومي من البلغية المشكورة ومن ولاية القيروان بذلنا جهد كبير على مستوى يعني إيجاد مصادر تمويل جديدة مع المؤسسات الإقصادية ولكن المؤسسة الإقصادية المصادر يعني العمومية هي لم تصرف بعد الموسم الرياضي الحالي. أمكننا يعني عن طريق جهود خاصة أن نوفره ما أمكن توفيره إلى حدود الآن لمجابهة مصاريف التنقل يعني بعض مصاريف المتعلقة بالإعاشة أو المصاريف المتعلقة ربما بالتكريم بعض العزائين اللي يتميزوا في بطولات سابقة يعني عربية مخصص بالذكر لأنه تم تكريم ثلة من الرياضيين الرجعين بالنظر النادي البلد للعب القوى في مناسبة سابقة ونحن يعني سنقوم أيضا بتكريم يعني هؤلاء العدائيين والرياضيين اللي حقوا يعني انتجة متميزة في الألعاب العربية إن شاء الله يوم الخميس الجاري على الساعة تقريبا السادسة مساء أو الخمسة أو ثلاثين ثلاثين دقيقة النهار الخميس القادم إن شاء الله ثلاثين جوان ومش نحدوا المكان إن شاء الله تكونوا موجودين معنا معناها بش نزيد ونفرحوا يعني بالأبنائنا المتواجئة إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لنادي ألعاب القوى بالقراء وهنا اللي خرجت تقريبا زادة كما سي حمادي بن سعيد المدير الفاني للجامعة سيكامال أحواس كذلك مدرب المنتخب الوطي تونسي أكيد القروان والليد القروان اللي قاعد تصدر سواء عدائين وكذلك مدربين وأكيد نادي ألعاب القوى تاريخ كبير لهذا النادي اللي تقريبا يعني في تونس خرج عديد الأبطال أنا في المستوى ذايا معناها نرجع الفضل إلى أهله هو رو لو لا يعني الثلة معناها المتميزة جدا من الفنيين اللي موجودين يعني في مدينة القيروات واللي قاعدين يشرفوا على حضوذ أبنائنا من الرياضيين معناها خاصية سيادك تذكر أخونا والعزيز علينا الأخ كمال أحواس حمادي بن سعيد يعني توفيق سويدان محمد عسيل رشيد رشيد كمال اللي ربما يعوني رشيد بن شيخة أيمن الهميسي ابن سيحمادي بن سعيد ابن سيد فاتحي ماني الحقيقة أسماء متميزة جدا هما بيذهم كانوا يعني معناها عدائيين ورياضيين متميزين حصلوا ألقاب على مستوى وطني وعربي وقاردي من سابق وهما الآن اللي قاعدين يشرفوا على حضور أبنائنا النتائج هذه أكيد أنها ما جاتش يعني من فراغ بل جات من جهد يعني هال الفنيين المتميزين اللي هما من الحقيقة الميزة متاحهم عائلة ما همش ناس معناها متنافرين ما همش معناها ناس يكمنوا الحقد أو البغضاء لبعضهم حس يعني فما ألفة فما انتجام فما محبة بين هال المجموعات اللي العدد المتاحة يرقى تقريبا لعشرين عشرين فني يشرفوا على حدود أبنائنا في النادي البلدي لعاب القوى والقائمة يعني ستتوسع انتلاق من الموسم الرياضي القادم باعتباره مش ينضافه ثلاثة أدماء أخرى نحب معناها نتوجه لهم معناها بالشكر الجزيل ونحب نقول أنهم ما همش ناس يعني ماديين اللي معناها يطالبوا دائما بالمنح والإمكانيات المالية على ضعفها في النادي البلدي لعاب القوى حس ناس يعني منضبطين ناس محبين للرياضة اللي يشرفوا عليها والأبنائهم معناها من العدائين والرياضيين خالص الشكر لهم وهذا الشيء يعني على التمييز متع الفنيين هذوما وجود يعني المدير الفني للجامعة التونسية لعاب القوى في حمادي بن سعيد على رأس يعني الديريكسيون تيكنيك وهذا ده معناها ما نسفيوشي أنه عنده معناها معناها بوزيتيف على على النادي البلدي لعاب القوى يعني يعد من الناس اللي ديمة يعطيه الحضوة والعناية اللازمة لأبناء النادي البلدي لعاب القوى باعتباره باعتباره هو من رحمها النادي هذية ومن يعني المحبين ومن المدردين الأوائل آآ فيه آآ كذلك يعني في هالمناسبة السعيدة هذية اللي نحكيو فيها على الأقاب وعلى التتويجات ما يزمناش ننساو الأباء المؤسسين للنادي هذية لأنه معناها إحنا اليوم تسلمنا يعني كيما نقوله مقالية تسيير هالآ النادي هذية ولكن هذا الكل ما يزموشي يحجب علينا يعني الجهد اللي بذلوه أسلافنا ممن أشرفوا على النادي البلدي لعاب القوى سواء من المسايرين يعني اللي مازالوا كيغادروا النادي أو من الناس اللي معناها مؤسسين ما نحبش ننسى أيضا الدور الفعال يعني الأخ منصف الهاتفي على مستوى رابطة الوسط لألعاب القوى اللي هو نائب رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى وكذلك يعني هو اللي يشرف على رابطة الوسط لألعاب القوى كلهم ساهموا كل واحد من جانبه من معناها بالمقدرة اللي تتيح له في أنه معناها يعاون هالسلة المتميزة من الرياضيين أنا لا أنسب معناها نجحات شخصي أنا جيبريلو ترى أمارش جوست يعني قاعد نبذل في جهد مع الوخيان الكل على متوى يعني الإدارة والتسيير إلى غير ذلك على مستوى الفني معناها مع عابد جهود الفنيين اللي هم معناها عارفين شنو معناها قاعدين يعملوا تحت إسراف يعني المدير الفني استوفيق سويدان ربما أستغل وجودي معكم معناها لأوجه نداء للرجال الأعمال في القيروان لكل محبل هذه الرياضة أنهم معناها اللي يتيقنوا يعني من صحة وسلامة شيء اللي أنا قاعد نقول فيه اللي فات أنهم يجيوا معناها المركز الجهة والعاب القوى بالقيروان ومقار النادي البلدي للعاب القوى معناها بشي تأكدوا من العدد الكبير متع الرياضين اللي يقاعدين يباشروا فيها الرياضة هذه ومن يعني عدد الألقاب والكهوس المتحصل عليها من أبناء على مر يعني التاريخ تأسيس هالنادي هذه أدعوهم معناها جميعا أنهم معناها يمدون يد المساعدة للنادي هذه وكذلك نطمنهم أنه مفماش مليين يصرف في غير الوجهة اللي يتحقها احنا ما نمشكونوا أمناء يعني في التصرف في هال المال العلاق التي هي أنه يتصرف الأماكن اللي يجب أن يتصرف بها لفائدة يعني تطوير الرياضة غياء والاعتناء بأبنائنا اللي اللي الحقيقة أنهم يباشروا نشاط رياضي يعني في فضاء منظم هذا كله من شأنه أن يبعدهم على جميع الانحرافات أين كانت انحرافات السلوكية والانحرافات يعني والمزالة متع الغير المحمودة معناها أنهم يكونوا معناها رياضيين متميزين ومتحسنين على ألقاب خير من اللي يكونوا يعني في مزالة أخرى أو في متهات أخرى رهوهم جداً أن المؤسسة الإقتصادية تنفتحها للمحيط متاحة أنها تساهم في يعني مد يد العون للرياضيين أو لشأن الثقافي أو نحو هذا على اعتبار وأنه راول خلاص من المجتمع هذا لا يمكن أن يكون خلاص جماعي إذا كان ما يكونش فم معناها تجانس ما يكونش فم يعني تحابب ما يكونش فم يعني تعاون بين يعني المؤسسة الإقتصادية والمحيط متاحة هذا كل يخلي المجتمع يعني يبدأ مريف للغاية دية أنا نجدد يعني دعوتي يعني الأخوة والأخوات المشرفين على المؤسسات الإقتصادية في القائروان لكل محب لهذه أبياضة أنه معناها يدعمنا ومعناها معناها أمناء على ما نمكن منه من أموال رغم قلت مرة أخرى الندرة متاحة أو القلة متاحة باش نجموا معناها نوسعوا القاعدة انتع رياضيين لأنه من الأهداف نتع نادي البلد العب القوى أنه نوسع القاعدة قد من نوسعوا القاعدة نتع الرياضيين ونختاروا معناها الأكثاء من الفنيين ومن الرياضيين رأوا أكيد معناها مش تشيء ومش تبع الألقاط على اعتباره أن القاعدة لحقيقة كولاية لا أقول كمدينة القاعدة بل كولاية القاعدة هي زاخرة بالناس المتميزين رياضيا والي قادرين على تحقيق القاعدة واضح شكرا لك سيداحمد العامري رئيس نادي نادي ألعاب القوى بالقاعدة يعطيك الصحة على كل الإضاحات والإضافات هذه الكل بصراحة نادي عريق جدا نذكر أنه البطولة العربية لألعاب القوى للأواسط تونس تنهي مشاركتها في المركز الثالث بخمساش ميدالين بينها ستة ذهبية نذكر أنه تونس مثلت أنه ولاية القاعدة أكيد نادي ألعاب القوى بالقاعدة غني عن كل تعريف ألف مبروك نقول مرة أخرى لريحاب الظاهري المتألقى بزوز ميدالية ذهبية 3000 متر موانع 5000 متر أكيد ريحاب مرة أخرى ألف مبروك وأكيد مجيش بالسهل هالزوز ميدالية ذهبية وكنا تبعنا يعني الماراتون الكبير وخاصة في السباق الأخير اللي اتجاوزتها في اللحظات الأخير معتها الجع كبير صحيح الكمبيتسيو كانت صعبة شوية خاطر رغم الإصابة كنت مضروبة كنت في راحة ما عرفني كيفية نمشي بالكمبيتسيو وحاولو سكرارية في الأخرى الحمدول كيفية كنت التحذيرات ريحاب؟ كنت التحذيرات أو العام في مارس في المغرب لمدة شهر وبعد كرة واحد كملت تحذير مع المدارب كمين خلاص يعني كنت المتابعة وكما قاعدين نشاهدوا في الأمطار الأخيرة هذه وين أنت تصارت وجيت في المركز الأول وفرحة كبيرة خاصة الناس اللي قاعدة تشجع فيك فرحة عارمة كما قاعدين نشاهد هذا المدرب المنتخب الوطني لتونسي خدمة كبيرة من سيكامي الحواس معروف جداً خاصة أنه معروف في تدريب نادي العرب قويب القايرة وين قبل ما يتقلد مقاليد المنتخب الوطني تونسي وكان خرج عديد الأجيال سيكاميلا أكيد نرجع للفيديو هذا وخاصة أن التتويج من تعريحات وتعرف أنت سيكاميلا خرجت أجيال قبل هذه اللحظات الأخيرة كيفاش قاعدة تتبع في المنافسة متاحة وكيفاش تجاوزتها وهزت الميدالية أكيد تبقى في البال بالجب سيكاميلا أكيد ناس كل تعرف برشا سيكاميلا حواص الذي خرج برشا جيلا ناس تعرف أنه سيكاميلا في الخدمة صحيح يحب الخدمة برشا وليس من فراغ يكون مدرب المنطخب الوطني التونسي وليس من فراغ يؤمن خاصة بولاية كما بولاية القيروان التي عندها لا تصدر و لا تقول في روحها في جميع الاقتصاصات ورحاب هي واحدة من البارشة أسماء التي توجد تقبلها إن شاء الله هارق عمر كذلك وفهم أسماء أخرى التي لم تجدها الفرصة سيكاميل بارشة سيحة مرة أخرى جدا وشكرا لك الموصول لديها تحيطة بعام الاستكمانة تطليد الضوء على الأبطال الذوملية هم يتسمون مغمونين مالا روزمون نحن في قروان روحها لم يكن يسمع في رئيس النادي يقول لك قال له احنا 1163 عداء وعداء معناها شوف حتى على المستوى الإنساني نحن قاعدين نحيط بزيارات بش ما تعرفون تيه القروان ما في حد شيء لو بش تفرهد معناها نحن ألف ومائتين براسك فلو قاعدين نعملون في رعاية مشو كاملة وشاملة في قرائتهم في لهوة بيهم بش على الأقل من حرفوش هذه هي انترقيمي ونساكروف وماذا بينا الناس كل متلقوان كي يسمعون تاو ماذا بينا كان يكونوا يسمعوا ولا يتبعوا ويجيوا ويطلعين يشوفوا وراء ونحن الحضوة ليقاوها الزيارات اللي عنا نحن النادي الوحيد انترقيمي اللي ما انتقضوش على الناس وعلى عدائين اللي في جيو ولا اللاعد في جيو شهري نحن جيس ليخذوا معلومة بتاع اسيرانس خاطرك تعرف راك على الأقل يحبك تأمين خمس ستملين نظم على وبرك راو حضر وانت النادي فقالب بعض وراء فهموا مدربين قال لنا عشقلك سيد كذب عامر سيد رئيس ومالناس عامين بسيكة مش خالص ومتلاوش على الفلوس وهم بلاشق في مصباح الليل وبعد فهمت واني نقولك الجماعية الوحيدة بكروين سيبريل جميل بايدة ما تقاتل بحد جايرة والأولادنا يدخلوا بليشترينوا وتفاضل جيبوا بيشترينوا ما تقعيش هذي بحدة بلاسة مال روزمو احنا عنا برشة أبطال في مستوى عالي جدر أبار ريحاب الظهر احنا بديوه بالكبار اللي عنا لولادنا تعرف اللي عنا توا دين المون سي محمد ني جينيوي التهل العاب العالمية ثمانية دقايق ثمانتاش سين سينة ثلاثة متر موين اللي اختصاص الأقراوة واللي تقريب هي اختصاص تونس والعرب سيبعام عنا عنا أحمد الجينيوي اللي هو في امريكا عنا ابراهيم الجريدي اللي هو موجود حاليا كان في بريكسيل بالحجراء عنا ريحاب عنا برشة زغيرة تخرين فارس الزلاس اللي هو يحذر في السرعة واللي هو قريب التحديد الواحد ان شاء الله يجري غدوة في الليل يضر لي بش حدد رقم كبير ان شاء الله في حدود ان شاء الله 45 ثانية خاطر تعرف شاكر رو كان مصاب بعد العاب لنا فيها عمل لي إصابة كبيرة برشة وكل عام قاعد تتبع فيه حمدو الله معندو عامين توا مريقين ان شاء الله رب يجيبوا في السوائل يطرفني في قريوان دي بقرج بد فمش كم الحواس وم برشة كلهم يطرفني قيدوهم الفريق يقود في السفينة متاعنا التوفيق السويدين هو الابن الروحي محمد العسل الشيخة سيفة حيماني فرصة بش نترحم عليه لانه سروة كيف ولده قيسمانية الولايد اللي عمل ايمن نهنيسي عن الولايد اللي في القبة الزادة سي واصف احمد الرمضاني عن الولايد احمد العياشي عن سيد اسكندر بن سعيد رمضان صغار رمضان الولايد البلدي قبل لو كانوا معنا منظر شفرم وده رب القبض معروف طوفة سعودية وعنا في قرطر محمد اكرام بدر الدين هنا فرصة هذية لو نخذها بش نذكر الناس لذوم خاتر ما اخذها وش حالكم صحيح ريحاب تحتلت المرتبة الخامسة عالميا بالتوقيت متاعها قدم ابطال كبار برشري هما عندهم امكانيات قدم احنا مليار مرة يسكنوا في المرتفعات كينيين اثيوبيين المغربية ديك اذا ما اكتعرف ريحاب تحتلت المرتبة بطول العالم في كيني سلصت على المرتبة السابعة رغم انها تكون في المرتبة عملت المرتبة السانية في العدو الريفي في البطولة العالمية المدرسية اذا ما دين نذكروه فالفتربح اين بيت شمبيون المرتبة اذا ما اكتعرف اللي ريحاب راهو كانت مصابة فالمغرب عملت اربع عين تمارين من بعد جيت اصابة لعينها اللي ضارب عندها كيست في مستوى رقم انتاحة فرصة كبيرة يسر بش نشكر سيدة مديرة فاني جامعة تنصير عبواء وثمعاء وسيدة مديرة التب الرياضي مختنة كبيرة اللي هي مادام اللي هي بريمون ما اتدخرت حتى شهر والإطار الشبه الطبي اليوم بريمون قابوا بعمل جبار جدا بيش تحضرية ريو في ظرف شهره ريو مسافات ريو ومتدربش ريك مانده جمعة بركة خدمة كاملة ري يزمك تعرف اللي ريحاب كانت حاضرة في التوب نيبو كان جيت ريحاب ما عندهش هسابة ريه ممكن ريحاب ري منعنا نحكيلكش ريه هربت عليهم على اقل دورة كاملة براح فلنعلم مستوى ريحاب شنوه ريحاب ري قوة متاحها في القوة الشخصية متاح منظبطة تسمع لي المدرب سيفري تخمرت في الكمبيتشون الثاني اولاد اهاتورة ريفير رعبت كل تكلم فيها قربت له وطلع معاش تيخو حد كونسيني وطبع الديركتيف متاع استاف اللي موجود كان خطر احنا مش كامل حواس واحده كامل حواس مع استاف تكنيك متاع منتخة بوطني كامل يخرمون احنا مقسمين وعنا اللي ترشمتعنا نعم ندرب تيجي متاعنا في الهين نقودوا على الكورسات ونطيمونا نعملو شيماتيزي ونطرجو على التصاور ونعرفو العدائين براسك نعرفو بعضنا كل ونعرفو بلا سموه متاعنا وين نقود وين نحركو الجدات متاعنا الحمدول لرب كرمنا ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله فرصة اخرى مش ان نكونوا في مستوى الحدث واسي كامل سويل بالنسبة للعدائين تدرسوهم كيما عبارة واحد بشياء الله عبارة من قبل تدرسو نقاط القوة ونقاط الضعف حتى انت العداء متاعك يخدم عن نقاط الضعف نعم نقاط المنافس تحكم في التمو ومتاع الكورس ومتاع الكورس كيفاش تدخل الكورس اذا كانت قوي اذا كانت تعريزم اذا كانت تعرفي حاف الكورسات الثانية لارام مغاربة معناه مدرسة كبيرة واول مرة ان نحن نغرب معاربة دوفو اسكيشيف انا نقولوا حتى وصنبيتش معناه واحد تحطوه في وسلم وتبقى ليه من الجي مش يخرش هي هديك الولا ارنب والثانية هي اللي تاخدها من يخرجت هديك هي اللي حاشتهم بها ترمح تخمرت شوية ريحاب مالوروزمون ما كانتش تحطت قوضا كاك خطر ريحاب قدت لها اذا كان مش تحط هديك تهرب ريبش تهرب عليك ولي ويرربك ومدائي حتى بالرنب قال لورد ديكالاج ميزموش فوت ثلاثين متر هذير كونسي ثلاثين او كرونت متر انا با بسكوتي اذا كان الاخرى اللونس سبرنت وتخرج عليها من تقدم شوية يزم دي مريحاب تشد في خفاها ويفتي موك شعمل وحطيناها قلنا لحطها لاخر قطوص وفار معنا عبارة لعب انت المعلوم المفهوم الفني متى نحنا يقول لها رك اخدم قطوص فار معنا هو يمشي وانت ورح تبقوا وكار تبقوا لنا نعطيه كونسيني بالخروج اخرج حتى رحنا ننزلوا كمان ما رحنا نقيموا حتى البيزاج متى الى ثلاثة هما نحنا يسمعوا فينا بيزاج متاعهم متاعب والا ويقوموا في الكنسيني يقول لها اركح يركحوا معاها امشيوا معاها قدموا معاها لجاي فهموا معنى يشتحكي حتى كتبت اللغات يفهموا معك احنا عنا لغة الإشارات نعرفها بعضنا وفاهمين بعضنا في التمرينو ونحضروا لحواجه هذوما ان تلفصان وهي الطبق هي من احسن الى الثلاثة لطبق لكونسينيرها بش نرجع لك ريحاد بكيت بش نرجع للغسطان على المغربية ذايا كيفاش خالينا نقوله في الامطار الاخير هل انو في الامطار الاخير كما قال سي كامال كل طعياتك الليك انت هل انو في الفترة هذيك موخوك يركز مع الكونسيني متاع المدربين متاعك ولا اللي عايتو لك من الليمين للي صار قوي نقص ولا انت كما قال قاعت الطبق في الكونسيني في الاخر بديت تقوي بش نرجع موخوكت متاع المدربين اللي الكل الاصطاف تكنيك كنت عنك ناشينار خاطرك وهو في الاخر سكراري معنى هوا طعم الوقت اللي بيش نخرج في الكاسومتر الاخرى اللي بيش نخرج في اسيبه وقتها في الكاسومتر الاخرى تعرف ماذا معناها اللي حاجه ها جوري حاولها حسبت تروحك في الامطار الاخير كنت تناجم ورحك اللي انت بش ترباحه كنت عارفة روحي بها خطر هي مش ربيد برشا كنت حتى روحي بفن رباح خطر في نفس نفس هي الطفلة اللي ربحت فتر وميل ربحت فتر وميل ربحت فتر وميل ولي هي التقرر الكحسين هذه حاجة يعني مش سهلة والحاجة البيئة انك مش تحضر بطولة العلم في كولومبيا صحيح انا مش نبتح ذيرات ان شاء الله والبطول هذي اللي بقيت العلم من واحد ستا قوت ان شاء الله وان شاء الله ربي وفقنا سي كانيل اكيد بطولة العلم في كولومبيا مش مش تكون سهلة تحذيرات نتوى نتوى كولومبيا كيما نقوله عنا الكينيا ومرتبعات ماناها موجودة في مرتبعات الفين وميت متر في بلاسة عشمي خماليا وناحنا عملنا برنامج عمل دسنو جدا مع الإدارة الفنية عنا استاج توافعين درام بروشين موس بعد انقوم نتامي عنا دو كمبتشيون البراليشي الانتراجونال فاما رومانيا فاما نقوم 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 برنامج عملنا في تركيا وأحسن بلاسة عشاء البريسك فيها جماعة مطالبات النجاح البريسك تواها هي قبل انتعها العدائين الكل المغرب النفسانين وليت تعب رحاها بحد فشين مغرب وليت تعب نفسانين حتى يبليشير يتولد ويزم تعرف انه المرتبعات حتى عنده وصلنا هكا دوبلي شريط وصيتو جع مرتباره ويحير كل شيء عنده دفوع يطلع له شاء الله نكونوا موجودين في تركة فردفاع متاع 200 متر كيما نفس الواحد ونحضرهم بعد نرجع الهنى شاء الله نجريوشي عن الديو تيست نعملوهم ثم بعد نحصوا ربي إن شاء الله إحنا أولى بجتيفهمتعنا إن شاء الله موجود في الفنال الساعة إن شاء الله وبعد الفنال لفما برش حديثة فوسي كاميل لكيد بخليف فريحة عندكم بعض الأسماء الأخرى اللي تنجمة تكون موجودة في البطولات القادمة خستان في نادي أعب القوى والله إذا كان أنا فرحان وحزين شوي خاطر عندي في النفو الأخر أنا شاكر العبي اللي هو بريمون التلاتة هي برشة واعت أمام الزهيرات كي مجريوش برشة مجريو مع عدائين مخضرمين مخضرمين معنا بليكم بيتشون عيشوا بسع البرع كي يفرضوا لأخرين نسقي ولا يدخلوا بعضهم وعندوا التوقيت في مخوكة فلانترمون تامارين تراي يترناج للوقت ذاكي يجري مما أثناء السباق مجريوش خطر يدخل في سيناء أخرى ما زال معنا رجل الخبرة الكافية عنا برشة الثلاثة إحنا تقلتو هركم بكري إذا كفهمت أحييت أكبار أخرى ناتيغة المحامت فاتح ساسي معنا أمالجي سيبروفر ديكاتلون سي عشرة إبروفات معنا عشرة مصادقات على مدة تيومين في سخانة تونس ويكمل نمتحان تسبسالتي متاع وهي مواخر والتحقي طلعنين نهارة الواحد نهارة تسبسالتي متاع وهو مدرب ومشكور ويقعد المدرب من السباح مسكين وشوف فيه ومساج ودهبيه أركل لهوا كبيرة أرى إن أرتي وإن أرتي معناه إيم ميداي معناه بستين نقطة هذي كالوجيا عوين أرى وخسرها بيت مو لبوان فورو متاعه ومشي تلوش نهارة أريت عليش البروف تكنييت ديشجي ما تكون في نهارك واندي ترمي في الجافلوت عم ستين مترو ومستاني زديمة عم ستين نجي ما تيح في نهارة ذاك ومش في نهارة تعم خمسين واذاك اللي صار على الولايات متاعنا متاع المترقة فرصة بشان ترقولوهم ومدربو نشكروه مطعبو زيان بطل من دراس حالي ليهو عملو كرمتو وانتو ما وتحص على الميدالية الذهبية في رمي المترقة مالورزمون صنيع تربحت بتليه ستين متر هو عنده ثين وستين ما خطفتلوش فيلي شوف مو مشاهدلو بالقدام مالورزمون تقعد في ثمانية وخمسين تخلي بعضهم اللي تمامش مرقبت باكر فهم عدائين روما عنده مش خبرة كافية تعرف اللي بطولة دي كان في مصر مصر معناها بتطرايب اللي سيقل المتاح عندها عامين تحذر مكنينت كبيرة لها مصرا عنده شوف مركز شوف عنده مركز عالمي لتحذر العدائين على المستوى العالي في مسابقات الرمي لجاء نحن اخو موطيع كان ذلك في تربص المتشاة شهرين يظل عندها مدرب من تراز عالي عندها معد معد دراسات عليا فمتعندها كل مقام يتنجح نحن رأنا تخلنا من ديار يجب من يستفهم البطولة هي تلعبت وانتي خارج من دارك رأي قطر حضة امكانيات من تراز عالي قطر رأي كان في سيد افريك عنده شهري لعبت جودازي وجيت لنا نحن ونبعد شهر جونوني السعودية امكانيات كبيرة قطر الكويت امكانيات كبيرة العراق امكانيات كبيرة نحن رمعت شئين الظرف الحالي انت على البلاد مانيش بش خبير وانتش رضو غرب بيت مانيش فلوس على المستوى الرياضي نحن معناش نحن مالي رؤزموا الرياضي فردين حتى الانظار لنا نحن مانيش كبيرة برشا مشكورة اول مرة انا نشوف اربع ايام بث مباشر في الوطنيات هذه فرصة برش الناس على اقل تتعرف ماذا رجل ممكن جينا في اليد منكم ان الناس تتفرج شوي حبيتنا حتى في الداول حتى اللي شيرنا بيبليك على الخاصة انه يخذوا حتى اللي اللي ميت يابلو اللي الناس اللي هون دوسين الميو ناسيونال ولي هون هزوا اضربهم وطلعوا عادي ماذا رزموا الناس ما زالت ما عنداش تثقافة عندنا ثقافة تقول تقلم اكثر منو حاجة اخرى لا هزوما مش ابتال هزوما رد حيث اكبار رو مجهود يومي مجهود لمدة عام كامل رو نحنا مفرصة عندي تعرف مجهود مرسل عبقارة انا اتنقلت وان يقيموا العدقين متاعنا رو مانيش مضمار مازال كي احضر المضمار ولتو موقع بترساجة متاعه وزاد حاجة اخرى اهنا قاسي من المنبر هزايا الناس وصلت للشراف انها مش عالقل تشدة على يد سيد هزايا المسؤول على المضمار هزايا جي اخويا بترساجة متاعه هل خطر من هذا البلدي مجيز مكتعرف اللي هو يتنقل برشة وفلوس المصاريف تنزل البلدي كي نحيوهم على التنقل وليو يتمتعو بهم ونعطيهم بهم على الاقل ات سوسيال وعلى الاقل النابور على الاقل الاليمونتير تعرف حنان تنقلات يظل في حدوز حيال الدينار سبعة تنقلات ان شاء الله رب يسهللنا وان شاء الله نعمله احسن منها ان شاء الله الملايه الالعاب الفردي هي اللي ترفع الدراب التونسي خاصة في عدة اختصاصات وشوفنا الدراب التونسي خاصة مع بلدين كبيرة برشة من ناحية المادية والتجهيزات الكبيرة والطربوسات الكبيرة تخم بها لكن التونسي عندهم ما يقولوا فرواحهم التونسي اللي قاعدين يخدموا بالعزيمة وكذلك الاتحاد قبل ما انواصلوا بشيكون معنا بعد قليل المدير الفني للجامعة سيد حمادي بن سعيد نخرجوا الفاصل الغنائي ثم نرجع البلاتو مواصلين معكم حتى للستة متى العشرية في استاد الحياة أكيد بسلطين الضوء على ألعاب الفردية ونادي ألعاب القوى بالقايروان اللي فرح القراوة الكل وكي أكيد تونس الكل باعتبار نادي ألعاب القوى بالقايروان ممثل تونس مثلته أحسن تمثيل رحاب الظاهري المتعلقة بزوز ميدال يده بيابة 3000 متر موانع و5000 متر والترشح لبطولة العالم بكولومبيا كولومبيا أكيد ألف مبروك وبرشة أسماء كبيرة بفضل يعني مدربين خلينا نقوله في تونس ومن مدرسة القايروان اللي خرجت عديد الأسماء خاصة النادي العريق نادي ألعاب القايروان أكيد أكثر دليل متواجد معنا مدرب المنتخب الوطني التونسي سيكاميل حواس وسعيد جدا كذلك باستقبال المكالمة الهاتفية ابن القايروان المدير الفني للجامعة السيد حمادي بن سعيد مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بيك باستمعين إذاعة الحياة مرحبا بيك مرة أخرى سي حمادي بن سعيد المدير الفني للجامعة مرة أخرى نقول ألف مبروك لأبناء القايروان اللي فرحونا خاصة في البطولة العربية لألعاب القوى للأواسط الشابين والشابات خاصة رحاب الظاهر المتعلقة وزوز ميداليات ذهبية واللي فرحة الناس الكل تقريبا وكيد انتي سي حمادي شوفنا حتى في اللقاطات الأخيرة أنه فرحة كبيرة برشة والله بالنسبة جاءت لكل فرحونا ولكن النكهة اللي جاءت في البطولة هذه واني سميتها ستارة متاع البطولة هذه بالذارع بسع دائما ميدالية نوعية متاع الانتصار متاعها كيف اجتم ما هوش بسير انك التونسية تنتصر على مغربية فاني خطر معروف المدرسة المغربية في المسافات المطويلة ونصف طويلة معناها مدرسة كبيرة وتحذيراتهم على طول العام في المرتفعات أصل يسكنوا في إفران هذه البنايات المغربة اللي جاءوا شاركون يسكنوا في منطقة إفران اللي نحنا نزولها ولدنا السينيور معناها النخبة نتعنا الأولى نزولها غادي هما نحنا نزولها بمدة شهر سنية لأولادات الكبار هما متوجدين غادي على طول العام يدرسوا ويقرأوا غادي ويدربوا غادي عندهم مسبقية في التدريب عندهم مسبقية في الماديهات عندهم مسبقية في تحذيرات البطولة هذه نحنا رحاب الزاهري خرجت من إصابة مش ترمضاء خرجت من إصابة دربة رجعت نقول لك رحاب الزاهري تولى 80% من قوتها إن شاء الله رحاب الزاهري تعمل لنا نتيجة كبيرة في بطولة العالم في كالي هنا نقول لحبيب رحاب الزاهري حبيبة الغريبة الثنين اللي هي زادة خروية كيفنا إن شاء الله يكونوا إن شاء الله رحاب الزاهري في القريب أن تكون متوجع عالمين إن شاء الله ماذا بنا نلقى أسماء أخرى والحاجة البيه يا سيحة مادية إن شاء الله حتى الجامعة توفر ظروف الملامة خاصة للنوادي خاصة وانت تعرف كنت ومزلت صلب نادي ألعاب القباب القيروين وعندك الحنين الخاص للنيدي هذا اللي خرج عديد الأبطال نعرف ونحن الصعوبة الكبيرة المادية والتجهيزات والبنيات تحت يكون نحكيه مع سي كامل حواس أنه يلاحظين المضمار ما مزل ما مكمل حد شي حتى في النيدي غادي وربما يكون يعني ظروف صعبة برش والله بالنسبة للمضمار للمضمار والله شو أقول لك المشروع هو انتلق 2012 انبعث 2012 يتطبق معناه في 2022 ولا 21 في الإنجاز متاعه احنا ذهي مكسب خذيته القروان ان شاء الله الترساج متاعه يكمل في شهر الجي وان شاء الله تبدأ الموسم الجي ولاد القيروين ولا رابطة الوسط يعملوا مقابلاتهم في في ملعب مميز وملعب ممدام مزيان وفي مواصفات العالمية الكتب بالنسبة للغارة والجامعة والله بالنسبة سم لغوة ريحاب الزاري ريحاب الزاري معناه لعبة خاطر عليها سيد مدير النخبة حاكم العوني ورعنا عليها ومقا سردش وكانت عند حسن الظلم بالنسبة البطولة عربية هذه وإن شاء الله في القريب ريحاب الزاري كما قلت لك تنجز باء أهم من هذا وتمثل تونس المحافظة الدولية الكبيرة أكيد إن شاء الله ماذا بينا نحن نقاو بأسماء أخرى تبرز خاصة تخرج من وليت القيروين وانتي تعرف عن أبطال نقصهم كان الدعم انتوما كجامعة وانتي في الصلب الإدارة الفانية لجامعة أكيد فما ترى بوساط في الوفق بتبعر فما ترى بوساط بسان بالنسبة الأولاد منتاع نادي البلد لعب القوة عنا ثلاثة لعبين مميزين في الخارج موجودين أحمد الجزيري في أمريكا والدعم إن شاء الله يوصل له مية في المية في القريب العاجل عنا الأولاد محمدا من جينيو في إيطاليا في معسكر لمدة سنة كيف كيف تم تعاقد مع المركز الرياضي في إيطاليا وتفهمنا معاه وانتلق محمدا وبتبيعة المقبل وحقق الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم عنا زيدا الأولاد إبراهيم جليدي كان متواجد في إيطاليا في مسابقة ممشيتش بريكديا لكن طاح وإن شاء الله في المسابقة تجي إبراهيم يرجع للمستوى العالي معاملين عليه في بحر المتوسط أقل من 23 سنين إن شاء الله يحضرنا ميدالية ذهبية 3000 متر موانع أحمد الجزيرة عن قريب وأكيد أنه مشيحا يعمل الحد الأدنى مشاركة في بطولة العالم سمّا أوليدة خرينة طالعين برزين عنا فارس جلاسي زادة هو توكان في بلجيكا يحاول أنه يحقق الحد الأدنى من هنا شاير القدام إن شاء الله أولاده قيروان ينجزوا حاجة تونس ويشرفوا تونس إن شاء الله فما حاجة باش نسكول تعرف أنه سيحامادي بن سعيد تحصل على ميدالي في الضياء وتيثة أرقام قياسية مع العدية محمد فارس جلاسي في الألعاب الأولمبية 2014 في جنيه في لنجيل صحيح فارس جلاسي هنا نعتبره من أحسن نعبير خلق تونس وفارس جلاسي عنده قدرات كبيرة برشة إن شاء الله يفرض روحه يفرض نفسه وإن شاء الله في القريب العاجل فارس جلاسي من شارج المستوي العالمي ويكون من في الأدوار النهائية لبطولة العالم ولعب الأولمبية سنة 2024 في باريس واضح في الختم سيحامادي أكيد مساج توصله خاصة للعداء والعدائين بولاية القيران وكذلك بقيت الفراق التونسية للتحضير الجيد للبطولة القادمة والله قعدت مع المنتخب هذا كل لاجتماع فني معاشي كمالحوات بما أنه هو المنسقة ولا مدير التاربس والبطولة هذه حكيت لهم مفاهمة البطولة ينس كل تتريناء المدربين كل قرينوا نفس تقرين ينس كل تتريناء لكننا هو الفارق وننصح بينهم يعني كل الفارق اللي ما يختلف اللاعب عن آخر هو الراحة أنه يعرف اختش يركض يعرف اختش يقوم يعرف الشكل يعاون بالمدرب باش المدرب ديم يقاف الحصص أنه حاضر ذهنيا ونفسيا والتركيز أكثر حيحة ملدة صغار لكننا حاول لما تتمام عن المهم الحاجة هذه اللي هي نصرة مثلا عادية ولا مش عادية رأيه اللي تعمل التمييز بالنسبة للعبي يعني نقول بما أنه رحاب الزهري معاكم اليوم وقول يا رحاب اللي تفهمنا فيه يجبنا نكملوه ويجبنا نكملوه توقع لحيات الكامل التي تعمل فيهم خاطر لكم السر النجاح متاع أي بطل وإن شاء الله رحاب الزهري بشتحمل لنا برشة مفاجئات سماء إن شاء الله شكرا لك سي حمدي شكرا لك سي حمدي بن سعيد المدير الفني للجمعة لألعاب القوى نرجع لأكيد الرحاب شنين الحاجة التي قال لك المدير الفني وليقعد رسخين باعتبار أنه عاطفك الثيقة سي كامير حاجة اللي لفتت قالها سي حمدي بن سعيد أنه بالنسبة للعداء أو العداء بش يواصل ويضمن يعني يقولون نحن سنوات القدام أنه تنظيم في الماكلة في النوم ويكون كل شيء صحيح بارج ياندو بي يظن يكون منظم رأي شوف ماشي تعمل الديفرانس بين الإنسان العادي رفهم دي دي تايز غيرين برش انضيبات في النوم انضيبات في التمرين انضيبات في الماكلة سكريفيس كبير تقدموا تضحيات كبيرة إذا كانت تحب تكون متواجد معنا في مطاف النخبة وتكون ركعة دي في مستوى عالي جدا لو فهم سكريفيس تعملهم بشي تنجح فهدوكم البريس اللي بشي تعملهم بشي يعملوا الفرق بينكم وبين الإنسان العادي اكيد فهم المراحب بيرسي احنا ايزبوك تعرف لي انا باراذيك اني نشرف على مركز القوية بغديرة اللي في مركز عدل النخبة يتسمى في مكيرة عدائين في تولس صاحبت سي باتي عسويتان وشغلة أخرى من الخيان احنا كاد نكون مراحبة بين كاتسير بين كاتنيرس كأنه هم نتعنون ننقول هما يرد واحنا نزلنا يعافل كان دي سريحات كلها تشجير وكل العشر انتعلي احنا رأضين هما رأول تحل عينيك قدامك مانا ما تدريس ما تدريش بيزيارك انا والله فرصة بشأن وليم سكين في باكالوريا شارك سامحني والله ما يعرف عليش عنده وما عنده وش هو يعرف بادي هما يعرف بيزيار ما يعرف عليش ما يعرف حتى شي مستوى تحضيرات وش نوعهم اشانا ربي نشعو مناجح الناس كل فرصة بشأن نتمنى ونجح نعدائينا مدواجدين في القيروان وخرج القيروان وكل رياضين مدواجدين في تونس انشاءال كنا نحكيه بكري سيكمان مع سيباديع المعهد الاقليم شوفنا يعني في تونس كاملا شوفنا في الشمال في الجنوب فما عليش في القروين اللي هو القروين اللي خارج التار ما يكونش عنا مع هدتين زيادة احنا في رياض والله هي للا مانا شوف ربما نس يتغل تعريف اما مدان مانا فرصة مشوش في السيدة خلوة تاقبخ المدواجدين مدواجدين اللي كانت هي تريحة بنتها خدر كانت تكاد متابح يوميا معنا خلوة تاقبخ معنا مرة اخرى زيادة بش نشكر سيدة الجبعة اللي هو سيدة منحمر اللي هو اللي هو صديمنا وخونه معروف رفيق يحب رياضة بش وليس العرب الكوية ونجينيلا هو زي التوقع دي المساعي حسيثة جدا عنا جلسة خلوة تي كنا سكوب النوف اللي القادمة مع سيد مدير العام للترب البدني نحن زي قلوة مشتير أخو مسيحة تعرف اللي كان مركز مناعد في سلوصة ما تعملش ما يرزمون مناعد في الكيك ما تعملش ما يرزمون احنا أخويا سبقين خطر نحن رو انطلقت من هنا المسألة في الرياضي كانت بعد كروان كانت من ضمن العباد الموجودة فار كروان سلوصة الفار ان شاء الله حان الوقت نفنا معرو معرو برقوب عنا احنا بلايس لكي يزم تعرف كي يقول ومعهد رياضة يزم يحيطوا بيرا والبنية التحتيية يخيطوا بكل بي أنا مناعد أقول القذر بجنبنا أنا درسو بجنبنا أنا بجنبنا أنا مدمار أنا قاع مغطات يعني النجمون وعنا لسيارة برك الله من المعاهد العدادية من المدارة العدادية حتى المعاهد تنوي أنا نقع عنده مسايحة السجدة نقل يا رو ما نرز مو مشيتش الأمور بل إن شاء الله تهو 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 إن شاء الله نكون نحس كميل على الكراز شروطي نجم نقول كراز شروط يزو كل شيء متواجهش في الفقر مشكلة موزار التلخم باللحال هي رو مش بشكل مش في وزار تربيع بشكل وزارة التلخم تعالى منذوب زيادة سيعاد الغادي فصل الشروط زيادة التلخم اللي عام فينا رو هو لازم نقاول المعهد اللي بشي يقبل بشي يتبرنا الناس هذو هره هو مش كيف في المستوى المعاهد والناس اللي بش تقبل نظوم الناحية ركش طرهم تعالي يسير بلاصل وتعالى هو روين تسي هو فما زيادة اللي قريب تلكم غادي هو محد شرع عفيس ومحد أسد مفور كان شرع في زيادة يقريب بكثير لجم في تعمل للرياضة انشاء الله وحسن حل بابتي بابتي يزموك تعرف حاجة اننا رو بلادنا نحن مبارس حواجة على الأقل معنو حاجة للرياضة قريبا معنو حد شي معنو بيسي الناس بيسي نمتاعنا كترافية عميت رغم المساعي الحفيث جدا مالرزمو المقاولين اللي تخويني هيرد على كل خي عنا مضمار يكتشوف فيه نسأنا اليوم هذا في الترساج متاع وعنده تقريب ستة شهور لخمس شهور قبل في رمضان قبل رمضان نسأنا وانتو مرزع إن شاء الله ربي سهل كترافية سامحني ساكرا بخير نرقى لويني ظل لي أكبر ولاية على مستوى نحن دي في الزع احنا ما عناش شوف كين ياخدوا مثلا حاجة فيما يقول القدم الكل ما عندهم يقول القدم وما عندهم ش النتور صور كل معنا بروك كوبا بنعروش ألعب كوية وصبيحة كان كان قبلنا عنا في تصبيحة عنا كان فينا صرر ومشارك كلهم متسكن في الحاجة كان عنا وشال لها فما سترسجيا بالنادي انه يوقع المسؤول يكون مدربين متواجدين نعم لهم وقت صغيرة بش يدعم ألعب الكوية على مستوى النادي البلدي شاء الله نرقوا حاجات كيفاك بش نرجع لعمر أكيد عمر بعد التجربة القصيرة رجعت منوش جديد أكيد عندكم البطولة مزلت متواصلة بش تحكيني أكثر على التحضيرات اللي يعني مزلت تحضر إن شاء الله بقدر ربي عنا بطولة تونس في جويلية طيب حكم القرية وفيت وكل شيء معنا بش نحضر ومليح وإن شاء الله نعلم حاجة بخير ببرشة من اللي صارت البطولة العربية وكاو هادي أكيد زيد أنتو مزلتوا مواصلين ومزلت يعني كوبيتسيون مزلت مواصلة ووشيد تمنى الساعة الحالة الصحية انتعك إن شاء الله ما تقلقيك حتى في التحضيرات بش تكون حاضرة لي إن شاء الله أخذيت جمعتين ربو بش من ترانيش يمكن مش نخدم شوية فيزيك نجري هاو إن شاء الله نحضر الفينال نعم نتفرمانس به هذه بالنسبة للاختصاص أنت في الصنف متعكد مش بتلع مع أكثر من كمال عمورة مش كمال هي صفارك تفايل بي وانتي أكيد ريحات يعني مش ترجع لنصعب لك شدد تحضر طول البوطول أكيد أكثر نصعب أي أكثر مش تري خدمة دوبل ومعناها شوية خدمة كيس حق وكيد معاش كول مش تردت مع سي كاميل وكيد سي كاميل معناها فلن خدمة سبيسيال خاصة تنبوطول تعلم عندك طرف مانا التعشحات وعندك مستدعي يزم مجلعي لك موالك شدعي عنك مستدعي عنك مستدعي كل حاجة عندك مستدعي خدمة شوية بريطة ممشي وشيكون نساخ مرتبعة بيسي وانتي بشتغلين مرتبعة مش نبدأ بتي ترتيب وهم نساخ مرتبعة والحاجة اللي بايد نشاء الله نكون متواجدين في ميئي كيتون متواجد انا نشوف طماع برش وما دابين مقوف في بوديوم مقوف الهربع الى خمسة الى عشرين مقوف في البوديوم وكامل وش نرجع كاميل انو ندي العب فلوية معروف قبل وشتنا حتى صغيرات من عمار صغار اللي يوم يدخلوا ويشاركوا خاصة لنا بمختلف السباقات لكن خلينا نقول العين الكبيرة عند المدرب ينجم يحطه في القناة اللي يمتاز فيها يذكر ما تكونش عندك ليد بلصير وما تشمش ما تكونش من دجمش تخلط تلسية لاترة نحن يجونا من مقرب وكينا بدأوا فيها ومرش عبادة لشي ننتي والخبرة اللي عندك اللي يتمتاز بها في التدريب والعين متاع المدرب والمحنك اللي يكيراي يقول لك ينا يجي يمشي في القتصة ذاكها أنا يجي في الرمح أنا يمشي في المتركة بيصير الرمح يعني يمشي طوما تحت سير الموضوع مورود للصفة بزيادة فمحبول نحن نمور عن مياه دي تست بيوميكانيك ودي تست تبنيك معنى بيرمان تبنيك تعملون بش تشوفوا الاختصاص تشوفوا المسك دا ما هو اقوحات ويختنوا ما هو طالح طبع فالعالم نطور ونحن معنى سيبرين ما ينقسي منو انتو في قطرة ما بدل نتفرج ملانة في قطرة فم مكينة ياخد قطرة تعطي كل شي هذا الشي مشي هذا الشي طيش هذا الشي لوح المسك دراء قدر المسك اللي بخيل المسك اللي يخدمك في المصاحب التعدل لو تارك هناك عندك عود نتعدل بلدار وتارك مكينة هزي مورة طورت خويت يعني كي نقول بنتي إذا ما تجري تحت العشرة خمسة حتى تجري العشرة خمسة ريحاب إذا كان جيت مشي بلسي كان تجري في معدد تسعة خمسين واتنسيهم في الرقبة دايب في تورس ما عايزين يجب يضايق عاد هات الريحاب رويزمك تعرف الإسنية رددت بداية قوية جدا وعمت رقام منتراز عالمي جدا حتى على مستوى في الخدمة العادية معنى حلومة الجفالية هي بنت النادي وعطيناها للجيش وقال له زموخ تعرف من تجري الصغيرات تشدهم حلومة في مستوى عالي جدا تقريبين سورة 4 أو 8 مليونيات حتى 4 دقائق 18 في 1500 منتر راح يتبه هل يسعى لكي ما هكي وما هكي وذي الحاجة اللي بي خاصة في نيفو كيفا كيكا فما سؤل سيكاميل ساعات حتى للصغيرات كتضرب عداء ما يقومش بالواجه مع العداء ويقوم يعني يقول نحنا يصرف عليه خليه هو حتى يوسح حتى يبطل سيح سيح ويخسر كرير سيح سوال وجيء جدا ما صدقني مش ورامي يولوت احنا قبل وزيد توا توا ما تعرف احنا معنا رأي عضو في المديرة اللي هي المديرة التبرئياز حتى بالعلاقة دمتاح حريط الإنسانية وشخصية المراه معنا احنا كبطان نشكرها ومنا فوش شكر وشكر لأي رأي متفاجد لقد ديان موانا من رأي عليك يودي تمدي المساعدة وحتى لمعندوش تعاون ودساريتها مع صريطة الشخصية مع العباد والطب حتى في مستوى الحميد المتاع المساعدة عاونتنا احنا النادي مشكور برصة وجوش بادي عشودي خطر رجل خانفي برسم خطر مشتاعد عادي ودسار أخويا والدي مسكين متعب برصة ويخدم برسك تريبل كاسكات معنى كل شي والبو والخو والكاتب عامون ورسلات وكل شي كل شي يخدم النادي كان يمشي بديع شوية نتخلق لون احنا فرصة بش نتذكرها من كل نس كل الغرصة بسيد احمد اللي بريمون مالية جانا سناء اعطنا نحونا نوعية حتى في مستوى الحديث متاع وتانا صرت نحب النساء انه يزي كاو صب انا رابنا مسير انتعبوش انتعامر يعني رابنا تحبت 30 سناء ويتعبو كاس فانطر قولنا يا أخو رحمد قال يقول ليه فما عباد ريق قاد ادز مع قاد تاع رمع رابنا نحن أولادنا حتى صغيرين يتضربوا على مستوى النادي صدقني تنجم حتى برعزار كجين وعمرة ما خلينا واحد هم بحذيك العرض وثير وذي الحاجة البي نعم 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 في عوض نطف في طريب مختص 25 وخمسين دينار نطف 30 فرنج بالجاز عندنا نعم مجاز تباكي اللي يبدأ عنده مجاز هذه رأينا انه رياز متعرف اللي يبدأ مجاز في النادي يبدأ بكزالاف في دا يقص الحص بعد الليك وخص العلاج الطبيعي رأي البرد عملها بتلسين وباحد حيث نعم 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 كزالاف نعم 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 اكتشفتوا أسمي هل أنه الرياضة هي ادخلتوا للمدارس اكتشفتوا برش عبار صدقني احنا مسيني نحن سكل نشوف شراعيح الكل احنا مش مش نحكي لخضر النادي البلدية في توجه جديد مش هل المدارس الابتدائية مش هل المدارس الاعدادية مالنور زمان فهم عوزوف من الصغيرات يحبوا يتبعوا ياه في قروا كرد قدم فهم أولياء تحبس تنيس ومبعدهم ولا يجيك في أخر وقت ويقول لك نحن نحطه في المأي ودي رأي احنا كتخدوا بعضينها لو تجوا تستحضرين فهم ناس تخافوا لاتخاف ربا وقت تستحضرين يزمنا شوية يحاط يزمنا مشكلة النظمار هذا كبارك زمنا بعيد شوية تعرف لي بعيدة على دررمان بعيدة تحفوظ فهم ناس اللي يتخاف على سائراتها بعيدة على المنار معناها ركس القربين اللي كبيرة تعرف في اسم كالورا ملاعب 80 خاصة من متوجدين سيرته وخيان المدرسين غمنانا بش يعمل رياضة هذه وكيد تلقاه زيدا صعوبات سي كاميل أنه قبل الأولياء يخاموا يقول لك ودي يبشي بشي اختصاص رياضة أسأل حاجة يمشي الألعاب القوية وكيد هؤلاء ما ينجم يكون في الألعاب القوية يكون في حاجة أخر صعيب يودي أصعب حاجة الألعاب القوية شو كرونو كرونو توقيت ومترو مانتجيبش تقول ماشي ما تكذب على العبات هذي ماشي هذي محابات على نحنا من هذي البلد يرى حتى ويبش في الغروب شوف احنا صحينا صحينا على الأقل نأبطل فيه صحينا وبدانين احنا جاءنا يسر عباد والله أنا صر دوامو فما عباد دخلت ما تجيب شو يمشي على سقيها على هاي والله يصدقني تلها هنا بيها مش ملا وقوش عباد الناس وبرك حتى نحنا كمين مربين أموتو أن نربين في النشب وصغيرة تمتعنا نحنا كلهم بيان يدكي الحمد الله نحنا خرجنا تكاثرة خرجنا خرجنا خوضات خرجنا ما شاء الله عنا حتى رسلوا زيارة من ولياتنا إنا اتذكر حتى الشريبة القيرانية حتى ينلعبية تمشيوا وعملوا يعني تربص عندكم تمشي لعدد البدر أمين الشرميتي حضر عنا نعطيك أمين الشرميتي نسعد لا يرحموا مرتين مرتين لا يرحموا فما برشة اللعبية نحن نتعرض انه تحضر البدني العام موجود عنده مدرر فلعب كواء أكثر واحد مختص في العالم ولولو في العالم المختص لبرزيلي هو مدرر فلعب كواء مدرر فلعب كواء هو المدرر هو لولو في العالم عني أول واحد بدأت برزيلي في جدبيل ومدرر فلعب كواء كان يراني فيه خاطر عليش شفنا التوى خاصة في تونس حتى سيبادية برشا عبيت طلقان في العدد البدني وليس اختصاص وطلقا من أهل اختصاص وليس في الميدان تلقا بعيد بعده يجيبوا عبيد خريم عليش ديما طلقا نساق بطيء وإصابات التي تتلعت حسن في الرياضات الجماعية عكس كنتم لا تتتتتت دورة رياضيين تتتتتتت برشا بسيبة كبيرة كنت عمي في دورات تكوينية حط فلوسه بالرقرة في العالم أجمع حتى عن بعضها معاش تلو مية مية الناس تبع في الفلوس تلو تطوروا برشا مزكة قبل الكفمة على العام أخوك نقولوا نيسي الكوي ونقولوا الواحد ونقولوا دكات اقترب الكونترون يعني يوقع من مدرب أخوك فمشاء الله العلم تطور برشا العشرية الاخرانية ديها من الفين ورشا تلو تبدل برشا معطياتها نحنا قبل المدربين شيئين كلو اللي ده ميجيوا عن ستوفيق سويداني ديها وعند أحمد العياجين وعند فتحي يلو عنده برشا مدرب حمدي الرايس حمدي الرايس حمدي الرايس حمدي الرايس اللي هو انت هو يحضر بشيكون دكتورة من أحسن برباردر فيزيك موجودين حمدي الرايس حمدي الراهو ولدنا نحنا ولدنا ندي البلدي لعلعب كواب الكاروان وعداء كل منتخب الوطني ومتحصلة بطول دبريخة ومطولة عالبية المطلوبية أكثر خاصة للعدائيل خاصة للعمر اللي توف مبيل 18 سنة بربو وصولي الوجيهية ستوفيدي تتعامل مع نشك من بيئة الظهرة مع هديزار أجد عبداليسون وطعب من أجم طلط السنة حتى طلط السنة أو أجد عبداليسون برشا احنا نحاول نخمو دور المربي والمسؤول والمؤثر والطبيب النفساني وكل شيء ماذا وزمو ماذا وزمو يبدأ عندك خطة طبيب نفساني وإذنك نحمل المرش شوف مؤمن نفساني لا يحطي هي أطفل المسؤول الكمبيتشون ريتسا مر يدخل مع ناس يرى المسؤولة 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 في عودة خلخة يحطوا هو حضر المسؤولة السبعين وحضروا مطيع مزيين كان يطاع البوديون كان جاء عنا مع أولادنا أنا قلتك أي شيء تحذيرات فريزارة في ضرب أحنا القائمة نخذيناها في سرط أنا كيعيد لسيد عمد بن سعيد بش نشرف موش عفار أني مدرب منتخب بش نشرف على المنتخب ككل المسؤول اللي هنين على المنتخب مشاه في ديريكتيف إنو نصغروا النومبر الماكسيمو وبديني نبشكو نصفح كل مرازيتو حد ومع نيش لي واحدة مش اللي يخدوا في وتيلا وبرشة أحمد خنارة قبل بنهارة فمع نيش بشكور برشة سي عمدي بن سعيد اللي يدرب مني علي جامعة تونسية مش في سي عمدي برك سي الحديد بلحاج سي زمال الشريف سي سعيد سي سعيد هذوم علي مجموعة يسارتوا معنا مساكن علي جميود خفان ميارام حت حد الشيخ مروا مساكن داعبوا معنا يتنقلوا معادل كل يوم من تونس الحمامات رأونا احنا نسكني بالحامات وهم يتنقلوا معنا فلي الاجتماع الفني يحضروا معايا تحترنا خطرة بريمون فهم ناسر هي احنا رأى المدربين من جميع الحال الجمهورية عنا من الكيف وانتهابته ومنبزرت وانتهابت عدت زوصلنا للقابس معناه الولاد هذو مروا و بريمون قاموا معناه عندهم دور كبيد في تأثير المجموعة اللي فات قريبة سينة ورابعين عالدائرة مساهلوا عالدائرة حتهم رأوه من الصباح اللي رأى وشكل تأثير في ملعب حتى البار احنا نلعب قوارا والملعب خارج ملعب حتى قدم بيوته وقت الشي يرخد وقت الشي يقوم وين يقعد وين يتحرك رأى بكل شيء محسوب بالمليارة ممكن واحد يقول الغلطة يجزين وقوط لهم يرى بحوه وولده ويعرفوا في الديركتيرب كي نظلوا نخدم ونحنا نرى نسايد في الامورة هذه نرى حمشة تدوروا الخرشة على سكرة وحتى ولد نرى احنا جايين احنا في مهم يزموك تعرف انتي مهمة متاعك هداء الواجب مع الوطن متاعك هل الورد تكمل على الوجه الاكمل وتكمل وانتي موزيت نيبر نعملوا معاك التحب انتي تكمل وانتي جافر اللي خرباءات قلت لهم رأى موزيت نيبر ميكناهم حتى حد عندو الحق في ساعة مستيخ لا يعمل اللي حب عليهم هما كانوا في المستوى الحدث المدربين العدائين اللي معانا اطروا المنتخب الكل بريمون جرامب رابو كلمة شكر السيد الحكام بزيدة فرصة بش نشكرهم عنا حكام وراء خرجوا من القروة يجب ان تعرف زيدة يمثلوا الجامعة التونسية حكام الدوليين كما سيباتيح كما برشا وليه يدروا خرجوا معناها صغار بهم مثل هنا وان شاء الله نحن نكونوا من حسن لي احسن وان شاء الله نقدموا برياضة داعنا شاء الله ان شاء الله هكا وصلنا للختم اكيد منك عشكم تحب تسلم في اللخة؟ والله كل شكر الساعة لأول حاجة السيد الحبيب الجرائي هو اللي بدايبايا وبعد خذيني سي قايسماني سي حسين صحنون قدموا كل الشوك اللي وطروا في قطر وتحية لدارنا والصحاب الكل اللي شجعوني وكام الاطار الفاني اللي ندي برعد يلعبقوا بقير اوين وكاو نشكر مسير رشيد بنشيخة كنت نترينه عنده من بعد مسير قايسماني وحسين صحنون نشكرهم برشا وخاصة مسير قايسماني اللي عنده وثيقة فيه وشنا نعمل حاجة بها ونشكر الاطار الفاني نشكر خاصة كمال انسيو كمال حواس ريحات نحن نشكر نشكا مال وسيحة مالي فسايد وشكر كبير زيد المداربي سنفك الجبالي وسيني زار شيحا وسريضا عمري شرجعوني برشا وكيد شكر ندي البلدي وصيبا دي سويدان ومعي برشا زيد ودرشا بسيحة داخل احكا انا شوف بمونسابة عيد لأمهات هذي فرصة مش ان ان عيدة لأمي اللي هي روحي وعيني هي أمي خديجة مش يتواجدة معي في سفاقس ملناش فياش وطول عمر هي وجميع أمهات الوطن العربي وأمهات التوانسة كل وانترحموا على الأمهات التوفاية فرصة مش ترحموا ولا أم سبا ديها زادة ربي يرحمها يرحم جميع موتانا وان شاء الله ربي يخديهم تاج فقرشنا كل وربي يرحموا ميتنا وبركة لو فيك عن استضافة مرة أخرى مشكور ومشكورة إذاعة التحية تماما الله يمشكركم على الاستضافة ومرة نحن نتخلل إذاعة حياتة تماما الحمدول لك التتويجات كمالة ووجون هائلات والأبطال متاعنا شكر مصول كذلك بسي كامال حواس الهائة المديرة النادية على رأس مسؤال أحمد عامري بكل التعاقفانية اللي اتداولت على هذا النادي العريق من منذ تأسيسه لكل التعاقفانية المنتواجدة بالخارج ومشكرهم وذي بلاهم فرصة باش رغموا ملاد هدوما وهدوما رغموا أبطالنا رغموا واجب عليهم مشوهم ومشوهم بزيه باش يعاونوا بالنادي المنبر هذا معناها المجهور المتاحية ومشور المساعدات شكرا لك هكا وصلنا لنهاية حسة استاد الحياة تكيد ثلاثة سواء من ما ثلاثة للست حكينا على التينيس حكينا على تظاهرة رياض المشهر اليوم اللي متواجهة يعني في 24 ولاية شكر خاص لجنود الخافاء أحمد المخلوفي سهيل السامي في الخراج الرقمي عبدالله حطب كوتي ميكرو كذلك زي مينة أي من اللي غادرنا إن شاء الله الأسبوع القادم شاهية طيبة للجميع استاد الحياة استاد الحياة برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملعب وجديد عالم الرياضة أخبار الشبيبة والربطة الثانية والأولى نتائج الدورية المحلية والبطلة العالمية وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات هذا الكل في استاد الحياة عيش السبور في استاد الحياة